اللهم صلي على محمد وآل محمد السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سمحت سيد أحمد الصافي دامت بركاته السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين دام عزه السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة أصحاب السماحة والفضيلة الباحثون الأكارم مع حفظ الألقاب والمقامات قول السلام ثم ألف تحية ممزوجة عطر المحبة والإخاء أنتم كرام الطبع مذ آلفتكم فوجدتكم فيض الصداقة والوفاء أزف وأبعث إليكم تحية عطرة نذية زاكية زفها الإسلام وجعل عنوانها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله سادة الكرام جميعا وأهلا ومرحبا بكم هنا حيث ضيافة أب الفضل العباس سلام الله عليه وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة الهيئة العليا لإحياء التراث وضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني حيث مؤتمر الإمام الحجة عجل الله فرجه الموسوم بتوقيعات الإمام الحجة دلالات وإرشادات نعم وكما اعتادت الأسماع أن تفتح وتطيب وتزكى وتعطر بذكر القرآن الكريم فإن كتاب الله للأبرار نور به تحيى القلوب وتستنير نستقبل نحن وإياكم القارئ علي الساعد حيوه واستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد خير الأعمال وأطيب الأقوال ذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم ثم وتحييتهم فيها سلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآله الضاهرين الله موفور الشكر وعظيم الامتنان إلى القارع علي الساعد على هذه التلاوة العطرة التي أتحف بها أسماعنا أيها الأكارم هي كلمات نستذكر بها الأفذاذ من شهداء قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي المقدس يا فارسا عرش العلا تتربع صم الجبال أمام عزمك تركع يا فارسا بذل الحياة رخيصة بوركت شبلا للمعالي تنزع فتوسد الجوزاء في عز وكن كالشمس شامخة تهل وتستع إلى أرواحهم جميعا وإلى أرواح خدمة أهل البيت عليهم السلام نقف إجلالا لقراءة سورة الفاتحة المباركة نستمر بوقوفنا للاستماع إلى نشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباء موسيقى عبى الفضل يا فارسا لا يليم تدل المنايا ولا تستكي عبى الفضل يا فارسا لا يليم تدل المنايا ولا تستكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العباء وقد كنت جيش الفدال الحسين وقد كنت جيش الفدال الحسين شكرا لكم كثيرا ورحم الله شهداءنا برحمته الواسعة والقائم المهدي كاشف غمنا بقي النبوة والدليل القاطع يا غائبا طال الغياب وعيننا تشتاق طلعتك البهية فاطلعي يا راجعا بعد الذهاب قلوبنا مدت إليك كما الأياذي فارجعي يا كاشف الغم الجسيم شفاهنا نادتك من وسط المظالم فارجعي يا صاحب الأمر الحكيم إلى متى تبقى الأمور بلا لواء جامعي نعم أيها الأحبة الأفاضل أما الآن مع كلمة اللجنتين التحضيرية والعلمية لفضيلة الشيخ سلام محمد الناصري حيوه واستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمي الطاهر الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الغر المعصومين الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعده جناب الحجة السيد أحمد الصافي المتولي الشرع العتبة العباسية المقدسة جناب السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين الأمين العام العتبة العباسية المقدسة السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة الحاضرون جميعا مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء نتقدم ونحن من جوار مرقد سيدنا ومولانا حامل ضعينة وساقي عطاشا كربلاء بخالص التحيات وأطيب الأمنيات لمقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة العطرة التي تمر علينا والعزيزة على قلوبنا جميعا ألا وهي مناسبة تتويج المولى علي بن أبي طالب أخي رسول الله وصهره أميرا للمؤمنين في يوم الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام من السنة العاشرة للهجرة وبذلك تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرق وقبلت الطاعة المفترضة فهنيئا لكم أيها الأخوة الكرام بهذه الولاية الإلهية ونسأل الله ينفعنا بها في الدارين إنه سميع مجيب وأحب في البدء أيضا أن أتقدم بشكر الجزيل والثناء الجميل لسماحة العلامة الحجة السيد أحمد الصافي أطل الله تعالى أيام وجوده المتولي شرعي للعتب العباسية المقدسة على رعايته الأبوية الكريمة لهذه المهرجانات الفكرية والثقافية التي تؤصل لإحياء مبادئ ومعارف أمة أهل البيت عليهم السلام من خلال عقل هكذا مؤتمرات وتجمعات فكرية وتوعوية تنهض بالأمة من جديد وتأخذ بأيديها إلى سبول الرشاد وشكرنا موصول لجناب السيد الأمين العام للعتب العباسية المقدسة السيد مصطفى مرتضاء لضياء الدين دامت بركاته لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين ولكل السادة المساهمين في إنجاح هذا التجمع الفكري والثقافي بكل أصنافهم وتشكيلاته ونرحب بالسادة العلماء والمشايخ الفضلاء والأساتذة الأجلاء ونشكر لكم تجشمكم عناء السفر وحضوركم الكريم هذا لإحياء فعاليات مؤتبر سموع الإمامة الدولي بنسخته الثانية والذي ركز اهتمامه بإبراز آثار ومعارف أئمة أهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأخذت الهيئة العدى لإحياء التراث على عاتقها القيامة بمهمة سبر أغوار التوقيعات المباركة الصادرة من الناحية المقدسة وفقا لمحاور أربعة وهي المحور الأول وتناول الدلالات التربوية في التوقيعات المبارك والمحور الثاني وتناول الدلالات العقدية والمحور الثالث وتناول التوجيهات الاجتماعية والمحور الرابع والأخير وتناول التوقيع الأخير الوارد في كتاب الغيب للشيخ الطوسي رحمه الله من حيث الدلالة والمضمون وكانت المشاركات البحثية وللها الحمد من دول متعددة وهي بعد العراق الحبيب جمهورية لبنان العزيزة ودولة الكويت الشقيقة وجمهورية اليمن السعيد وجمهورية إيران الإسلامية ووصل عدد البحوث المشاركة في هذا المؤتمر إلى 19 بحثا وبعد عرضها على شرط البحث العلمي والنظر في الفائد المترتبة عليها كان عدد المقبول منها 14 بحثا فقط توزعت مادتها العلمية في المحاورة كافة وكانت في هذه المشاركة البحثية إذكاء لروح التنافس الفكري والثقافي بين الباحثين في استجلاء وتسليط الضوء على المضامين الفكرية العالية في التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة والذي ينبغي الإشارة إليه أن هذه التوقيعات على الرغم من أنها ساعدت على القضاء في انتشار الكثير من الأمراض التي كان يعاني منها المجتمع آنذاك حيث أنها أسست لتصحيح النظر العقدية بأهل البيت عليه السلام من قبل شيعته ولم تقتصر فائدة التوقيعات على ما تقدم فحسب بل كان لها الأثر البالغ عند الشيعة حيث وجدت الجماهير التي فقدت رؤية إمامها عيانا العزاء والسلوة في هذه المراسلات والاتصالات غير المباشرة وكانت هذه التوقيعات جزءا من عملية التحول التدريجي لأنها حصنت الشيعة عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام حضوريا عنهم ونرجو أن يكون هذا التجمع الميمون مشمولا بدعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الوارد في الحديث المشهور حينما خاطب الفضيل بن يسار حيث قال له تجلسون وتتحدثون فقال له الفضيل نعم فقال عليه السلام إن تلك المجالس أحبها فأحي أمرنا فرحم الله من أحيى أمرنا ونرجو من الله العلي القدير أن تكون هذه المساهمات الفكرية نافذة للباحثين والكتاب يطلون من خلالها على المعاني السامية والمعارف الرائدة في كلمات أهل بيت العصمة والطار صلوات الله وسلامه عليه مجمعين وفي الختام نرفع أيدي الضراعة والابتهاد بأن يمنى الله تعالى علينا جميعا لظهور صاحب هذه التوقيعات المباركة والتشرف بخدمته والكون تحت لوائه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته مفهور الشكر وعظيم الامتنان إلى فضيلة الشيخ سلام محمد الناصر على هذه الكلمة الطيبة سيدي يا صاحب الزمان يا صاحب الأمر ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة قد مزق الثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة بس سيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الصريعة طالت حبال عواتق فمتى تكون به قطيعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة فيه تحكم من أباح اليوم حوزته المنيعة واطلب به بدم القتيل بكربلة في خير الشيعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفضيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت ظلوعة قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة نسأل الله تعالى وبحق هذه الأيام المباركة أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه ومن الذابين عنه والمستشهدين بين يديه نعم أيها الأحبة الأفاضل ها نحن وإياكم ومع الجلسة البحثية التي تكون برئاسة جناب الدكتور السيد عبد الحكيم الصافي ومقرر الجلسة جناب الدكتور علي حبيب العيداني حيوهما بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة العلام السيد أحمد الصافي دام عزه وصفاؤه السيد الأمين العام السيد مصطفى الضياء الدين دام توفيقه الحضور الكرام مع حفظ المقامات والألقاب أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جوار صاحب الجود والكرامات قطيع الكفين أبي الفضل العباس عليه السلام وكفاك مقطوعة نغمة بها كل مكرمة تسجع وبابك للخلق باب النجاة وبابك للخلق باب الرجاء تلوذ بعروته الروع من ساقي عطاشا كربلاء إلى ساقي ضمأ القلوب الوالهة من حامل القربة واللواء إلى الطالب بدم المقتول بكربلاء ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدول الثاني نبدأ على بركة الله بالجلسة البحثية العلمية لمؤتمر الإمام الحجة الدول الثاني الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة الهيئة العليا لإحياء التراث الموسوم بتوقيعات الإمام الحجة دلالات وإشارات التوقيعات هي الرسائل والمكاتيب التي صدرت عن الإمام الحجة إذ كانت الرسائل تتبادل بينه وبين شيعته عن طريق السفراء الأربعة وقد صدر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قرابة المئة التوقيع في مواضيع مختلفة كالمسائل الاعتقادية والأحكام الفقهية وفي عزل الوكلاء وتنصيبهم وتكذيب من يدعي النيابة والإجابة عن أسئلة الشيعة واستفساراتهم وغيرها من المواضيع الأخرى لنأخذ وإياكم نظرة عامة عن تلك التوقيعات يلقيها على مسامعنا ببحث الافتتاح سماحة العلامة الشيخ محمد حيدر العاملي من خلال بحثه الموسوم نظرة عامة إلى التوقيعات الشريفة في زمن الغيبة الصغرى موجزا البحث بما لا يزيد عن ثلاثين دقيقة فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سيرة ذاتية الشيخ محمد حيدر العاملي من جمهورية لبنان من مواليد عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقوم المقدسة حضر المقدمات والسطوح عند ثلة من علماء قوم المقدسة وحضر البحث الخارج لمدة عشر سنوات عند آية الله الشيخ الوحيد الخرساني داما ظل كما حضر بحث آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قدس سرف النجف الأشرف وكان ملازما له إلى حين وفاته أسس مدرسة الحر العاملي الدينية في النجف الأشرف التي تعنى بشؤون الطلبة المبتدئين لا سيما من أبناء الجالية اللبنانية وما تزال قائمة إلى اليوم تحت ظل ورعاية المرجل على السيد السستاني دام ظله له عدد من البحوث والمؤلفات منها القيام عند ذكر القائم مقال مطبوع ضمن مجلة رسالة النجف إن فلوانزا التغيير ردا على بعض الأطروحات الحداثوية الهجينة للشيخ حيدر حب الله نقد مقدمة كتاب معرفة الحديث البهبودي رواية حماد عن الإمام الصادق عليه السلام الموذجا بحث منشور في مجلة الخزانة وله كتب لم تطبع بعد منها إزاحة العلة عن روايات الأجلة أصول الدين وضرورياته رسالة مفصلة في آية التخصير فليتفضل يلقي على مساء معنى بحث الافتتاح مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله باع في الرسل وجاعل الأئمة كي لا تخلو الأرض من حجة ولا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بل لله الحجة البالغة وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين المبشر بالمهدي من أهل بيته الطاهرين الذي لا تنقضي الدنيا حتى يظهر ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين إلى قيام يوم الدين الأخوة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته هداية أتوجه بالشكر للإخوة في العتبة العباسية المقدسة متمثلين بمتوليها الشرعي وأمينها العام وأعضاء مجلس إدارتها على إتاحة هذه الفرصة لأسجل اسمي في ديوان من شارك في ذكر مولانا وسيدنا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والتذكير بإمامته وبحضوره وبوجوده وبفاعليته في هذه الأمة بطبيعة الحال لابد أن يكون الكلام في ختام أسبوع الإمامة عن الإمام الخاتم عليه السلام وقد ارتأى لإخوة الأتارم القيمون على هذا المؤتمر المبارك أن يتمحور الحديث حول التوقعات الشريفة الصادرة من ناحيته المقدسة في فترة الغيبة الصغرى ومن المعلوم لنا جميعا كما حدثتنا به الروايات المستفيدة وشهد بصدقها واقع الحال أن الإمام الثاني عشر عليه السلام كان له غيبتان صغرى وكبرى وعلى حد تعبير شيخنا المفيد قصرى وطولى وهذا التعبير يناسبه ما ورد في بعض الروايات أو في كثير من الروايات من أن له غيبتين إحداهما أطول من الأخرى وأيضا قد يعبر عن هاتين الغيبتين بالغيبة الجزئية والغيبة التامة لأنه أيضا ورد في بعض الروايات كما تعلمون ومنها التوقيع الأخير الصادر من ناحيته المقدسة إلى سفيره الرابع علي بن محمد السمري أنه لا توصي إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة الغيبة التامة وما يقابلها هو الغيبة الجزئية لأنه بقطع النظر عن التسميات ما تتميز به فترة ما بين ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى عام 329 للهجرة سنة وفاة السفير الرابع عما بعد هذه الفترة ما تتميز به هاتان الفترتان أمران أساسيا الأمر الأول قصر مدة أولاهما 69 سنة في قبال طول مدة الأخرى التي استمرت من سنة 329 إلى يومنا هذا يعني ما يقارب من 1186 سنة تقريبا فتتميز هاتان الفترتان بقصر أولاهما وهذا طبيعي من جهة أن أولاهما كانت تمهيدا لثانيتهما وتهيئة للواقع الشيعي لتقبل فكرة الإمام المنقطع عن شيعته ومواليه حتى لا يصدم الواقع الشيعي بهذه الحقيقة بشكل مفاجئ ومباشر لذلك كان في مرحلة قصيرة هذه المرحلة القصيرة تميزت بماذا أيضا مع قصرها بأنه كان هناك نحو من الاتصال بين الإمام وبين شيعته لم ينقطع عليه السلام عن شيعته انقطاعا كليا وإنما كان يتصل بهم ويتصلون به من طريق السفراء المنصوبين من قبله فكانت تخرج التوقعات من ناحيته إلى شيعته عبر هؤلاء السفراء إما ابتداءا أو جوابا على ما يسأل الشيعة عنه مما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم طبعا هاتان الميزتان الأساسيتان اللتان تتميز بهما هاتان الفترتان وهاتان الحقبتان الزمانيتان إحداهما إحدى الميزتين وهي قصر وطول المدة ليست ذات صلة بمحور بحثنا وهو التوقعات وإن كان يجدر التنبيه إلى أنه طول المدة يوجب الغربلة والطمحيص كما وردت الإشارة في الآيات والروايات قال عليهم الأمد فقست قلوبهم الاعتقاد بداية بإمام غائب عن الأنظار لا يمكن الاتصال به أو رؤيته أو أخذ التعاليم بشكل مباشر منه قد يكون سهلا في بداية الأمر مع قصر المدة مع وجود سفراء يتصلون به ويوصلون رسائله إلى شيعته ولكن كلما طال الأمد بطبيعة الحال تبدأ القافلة بالتعب يبدأ ضعاف النفوس أصحاب العزيمة الواهية بالتشكيك ثم الارتداد عن القول بإمامته كما ورد في الروايات حتى يقول قائلهم مات أو هلك ولا يثبت على هذا الأمر إلا أصحاب البصائر إلا الصابرون إلا أصحاب العزيمة القوية الذين ينجحون في هذا الامتحان الكبير والذين يثبتون على القول بإمامته في زمن غيبته والذين بشرهم أمير المؤمنين عليه السلام في الروايات بأنهم معه في درجته في الجنة جعلنا الله تعالى وإياكم منهم ورزقنا حسن الخاتمة وحسن العاقبة على كل حال الذي يهمنا فعلا أو الذي يرتبط بمحور بحثنا فعلا هو مسألة اتصال الإمام الحجة بشيعته في فترة غيبته الصغرى من طريق السفراء المنصوبين من قبله الذين كانت تخرج التوقعات من طريقهم إلى الشيعة وطبعا لم يقتصر الأمر كما تعلمون على وجود السفراء الأربعة فحسب كان هناك وكلاء للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف منتشرون في أسقاع الأرض وفي أماكن تواجد الشيعة وكان الشيعة يتصلون بالسفراء من خلال الوكلاء الثقات المعينين من قبل الناحية المقدسة والسفراء كانوا يتصلون بالإمام عليه السلام هذه الحقبة حقبة الفترة الغيبة الصغرى تستحق منا كشيعة أن ندرسها بجوانبها المختلفة يعني الجانب السياسي في تلك الحقبة الجانب الجانب الاجتماعي في تلك الحقبة الثقافي في تلك الحقبة الديني في تلك الحقبة تستحق أن يكتب عن تلك الحقبة حقبة الغيبة الصغرى دراسة متكاملة تتعرض لكل أبعاد تلك الحقبة ولكن فيما يتعلق بالتوقعات التي هي محل بحثنا الصادر منه كما أشار جناب السيد الصادر من الناحية المقدسة أولى أقل فلنقل ما وصل إلينا مما صدر منه من التوقعات سلام الله عليه ما يقرب المئة توقع هذه التوقعات بالخصوص بقطع النظر عن دراسة تلك الحقبة ككل هذه التوقعات بالخصوص تحتاج منا إلى دراسة فقهية رصينة ليش؟ لأن هذه التوقعات في الحقيقة لا تختلف عن سائر الروايات الواردة عن آئمة أهل البيت عليه السلام والتي يجب أن تدرس على دوق على ضوء أصول المذهب وقواعد المذهب والطريقة المتلقات عن الأئمة عليهم السلام والمعمول بها بين فقهائنا فقهائنا ما عندما أقول فقهائنا يعني الفقهاء من أصحاب الأئمة من زمن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلى يومنا هذا يجب أن تدرس على هذه الطريق ولكن عندما أقول أن هذه التوقعات يجب أن تدرس دراسة فقهية رصينة لا أقصد بذلك أنه يجب أن ندرس البعد الفقهي في هذه التوقعات فحسب البعد الفقهي في هذه التوقعات درسه علماؤنا وإن كان يتحمل مزيد بحث باب الاجتهاد عندنا مفتوح ولا ينسد أبدا ولكن البعد الفقهي لهذه التوقعات تعرض له علماؤنا وفقهاؤنا في الأبواب الفقهية المختلفة على سبيل المثال كلكم يحضر في أذهانكم التوقيع الصادر من الناحية المقدسة لإسحاق بن يعقوب اللي يرويه الشيخ الكليني ويرويه شيخنا الصدوق وشيخنا الطوصي عبر الكليني عن إسحاق بن يعقوب اللي فيه الفقرة المشهورة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى فقهائي إلى رواة حديثنا عفوا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم أوسع علماؤنا في كتبهم الفقهية هذه الفقرة من التوقيع أوسعوها بحثا سندا ودلالة وهل هل يمكن أن يستفاد منها مجرد الإمضاء السيرة القائمة على الرجوع إلى الفقهاء وأخذ الأحكام منهم أم يستفاد منها جعل ولاية القضاء وفض النزاع والخصومة للفقيه أو لا يستفاد منها أزيد من ذلك ثبوت الولاية العامة للفقيه فيما يرجع إلى الأمور العامة وإدارة الشؤون ونحو ذلك هذا هذا بعد موجود هذه الأبحاث إنما عنات عندما قلت أن تدرس هذه التوقيعات دراسة فقهية رصينا مو دراسة البعد الفقهي في هذه التوقيعات بل دراسة كل الأبعاد الموجودة في هذه التوقيعات سواء كانت أبعاد عقائدي أو فقهي أو تاريخي أو أخلاقي أو غير ذلك من الأبعاد تربوي اجتماعي فضائل كرامات مثالب كل هذه الأبعاد تدرس على ضوء ماذا على ضوء الأسس والقواعد المعمول بها بين فقهائنا تدرس هذه الأبعاد دراسة فقهية بحيث يدرسها الباحث بما هو فقيه وهذا يعطي طبعا لا يخفى عليكم كم أنه يعطي هذه الأبحاث عند ذلك قيمة علمية من جهة وتميزا عن غيرها من الأبحاث من جهة أخرى أشهد أذكر كمثال حي على ذلك ما قام به سيدنا وأستاذنا السيد محمد سعيد الحكيم قلت سر من فتح إذا صح التعبير في هذا الجانب لما تطرق خارج إطار الفقه وله كتابات فقهية وأصولية لا تقفى عليكم ولكن تطرق إلى العقيد في كتابه أصول العقيد وفي رحاب العقيد إلى التاريخ والسيرة في كتابه فاجعة الطاف إلى سيرة النبي الأعظم في كتابه خاتم النبيين ما يميز هذه الكتب وما يجعل لها تميزا في المكتب الشيعي أنه كتبها فقيه من منظور فقي وبلسان الفقهاء وبفهم الفقهاء وبتحليل الفقهاء وعلى أساس الضوابط اللي يعمل بها الفقهاء لأن الضوابط ليعمل بها الفقهاء مو بس مجالها الفقه لكل مجال من المجالات العلمية ضوابطه الخاصة التي يعرفها الفقيه فللعقيدة ضوابطها وللفقه ضوابطه وللتاريخ ضوابطه على كل حال هذا ما أحببت أن أشير إليه أنا ما أريد أن أتطرق في هذه الكلمة الافتتاحية والتي في الحقيقة مورقة بحثية وإنما كلمة افتتاحية ما أريد أن أتطرق إلى موضوعات خاصة واردة في التوقعات فإن هذا موكل إلى الباحثين الكرام عندما يقدمون مطالعاتهم بهذا الصدد وإنما أريد أن أفتح بعض الأفاق فيما يتعلق بموضوع التوقعات ككل على كل حال هذه التوقعات كما عرفتم تحتاج إلى فما قلنا دراسة فقهية رصينة ومتأمية أحب أن أشير إلى أمرين على سبيل المثال في هذه التوقعات ككل الأمر الأول هو ما يذكره البعض مما قد يتخذ ذريعة للتشكيك بموثوقية هذه التوقعات ككل ما أريد أقول أن البعض يشكك في سند هذا التوقع هنا أو لم يثبت عنده صحة هذا التوقع هناك هذا كما قلنا بحث ثقه تقصص توقيع إسحاق بن يعقوب وكما تعلمون إسحاق بن يعقوب لم يوثق لفيه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا لم يوثق صريحا لم يوثق أسل بعض يضعفون كسيدنا الخو يقدس الله سره يضعف هذا التوثيق بحجة جهالة إسحاق بن يعقوب وإن كان ما قبل إسحاق بن يعقوب من ابن يعقوب التوقع مما يعلم بصدوره يعني لأنه من يرويه الشيخ الصدوق عن جماعة عن جماعة فيهم شيخه المفيد المهم الرواة ما قبل إسحاق بن يعقوب علماء أجلات ثقات من أركان المذهب وإسحاق بن يعقوب لم يوثق هناك من يضعف التوقيع هناك من يقول مطمئن بصدوره كسيدنا الأستاذ الحكيم قدس سره وغيره أيضا من جهة أنه من البعيد جدا أن لا يكون الكليني أتقن أمر هذا التوقيع قبل أن يرويه وينقله إلى أجلة علمائنا من جهة احتمال أن يكون إسحاق بن يعقوب هو الأخ الأكبر للكليني لأن الكليني هو محمد بن يعقوب بن إسحاق وقد ورد في بعض النسخ إسحاق بن يعقوب الكليني أيضا على كل حال ذاك بحث آخر إحنا ما قلنا شغل ولكن البعض قالوا كل هاي التوقيعات مو موثوقة عند علمائنا ليش يابا مو موثوقة عند علمائنا قالوا لأن المحمدين الثلاثة لم ينقلوا هذه التوقيعات في كتبهم شيئا من هذه التوقيعات في كتبهم الأربعة اللي هي شهدوا بصحة ما فيها وأعدوها للفتوى وللعمل وهذا الأمر يريب كليني ما أورد شيئا من التوقيعات في كافية الصدوق في من لا يحضره الفقيد الشيخ في التهذبين قالوا في هذا يشي بأن هذه التوقيعات لم تصل إلى هؤلاء الأركان بنحو يوجب الوثوق بها والركون إليها وإلا لا أوردوا شيئا منها في كتبهم الأربعة لهي أهم كتب الشيعة الحديثية وعليها مدار الإستنباط وإليها مرجعهم في الوصول والفروع ولكن يا إخوة لا يخفى عليكم أن هذا التشكيك في غير محل التوقيعات كما ذكرنا ما يقرب من مئة توقيع صحيح لم يرد المحمدون الثلاثة شيئا من هذه التوقيعات في كتبهم الأربعة ولكن لا لعدم موثوقيتها عندهم وعدم وصولها إليهم بنحو يركن لا أبدا مصادرنا الحديثية لا تنحصر بالكتب الأربعة كما تعلمون يعني مثلا من باب المثال محاسن البرقي لهو أقدم عهدا من الكتب الأربعة هو من مصادرنا الحديثية المهمة ويظهر من كتب الفهارس أن محاسن البرقي أضعاف ما وصل إلينا منه يعني كان يضم مئة وعشرين كتابا ما وصل إلينا منه ثلاثة عشرة كتابا كان أضعاف ما وصل إليه لعله كان بحجم الكافي الشريف مثلا ولكن وصل إلينا منه هذا المقدار أخو هذا من المصادر الحديثية الشيعية كتب الصدوق غير من لا يحضره الفقيه العلال ومعاني الأخبار وعيون الأخبار وغير ذلك من كتب ومصنفات علمائنا الحديثية هاي كلها مصادر للحديث مصادرنا الحديثية لا تنحصر بالكتب الأربعة حتى نقول إذا الحديث لم يوجد في الكتب الأربعة فهذا غير صحيح وغير موثوق ولا يمكن العمل به ولا يمكن الركون لهذا أولا ثانيا المحمدون الثلاثة لم يوردوا هذه التوقعات في كتبهم الأربعة ليس لعدم وثوقهم بها بل لأنهم ألفوا كتبا مخصوصة في الغيبة وشؤون الغيبة إحنا عدنا عنوان كتب الغيبة عند علمائنا اللي منها كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق منها كتاب قبل الصدوق كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني المعروف بابن أبي زينب صاحب كتاب الغيبة اللي هو تلميذ الشيخ الكوليني وراوي الكافي كمال الدين للشيخ الصدوق يعد من كتب الغيبة كتاب غيبة شيخنا الطوصي وعلماؤنا أفردوا لهذه التوقعات في كتب الغيبة أبوابا مستقلة الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين أورد من هذه التوقعات تسعة وأربعين توقيعا وشيخنا الطوصي رضوان الله تعالى عليه الشيخ الطائفة أورد في كتاب الغيبة في باب مستقل أيضا لهذه التوقعات ثلاثة وأربعين توقيعا منها اثنى عشر توقيعا نقلها عن الشيخ الصدوق خلنشيل من الثلاثة وأربعين اثنى عشر توقيعا واحدة وأربعين توقيع مع تسعة وأربعين توقيعا أوردها الشيخ الصدوق يعني عم نحكي ب ماذا بثمانين عفوا بل تسعين توقيعا وهناك توقيعات أخرى نقلها علماء متأخرون عن الشيخ الطوصي كالشيخ الطبرصي وغيره نقلوها في كتبه أخو يبقى أنه واحد يسأل أخو الكوليني الكوليني اللي هو مو بس صاحب كتاب الكافي اللي هو أهم وأجل للكتب الأربع الكوليني يتميز بأنه عاش كل حياته في زمن الغيبة الصغرى الكوليني توفي عام 329 اللي هو عام ماذا العام الذي توفي فيه السفير الرابع ووقعت الغيبة الكبرى والغيبة التامة فضلا عن أنه عاش حياته في زمن الغيبة الصغرى فترة من حياته عاشها في بغداد وكان معاصرا للسفراء وبالتالي لم لم يورد في الكافي شيئا من هذه التوقعات بكل بساطة يا أكوان لأن الشيخ الكوليني رضوان الله تعالى عليه له كتاب لم يصل إلينا عنوانه ماذا رسائل الأئمة عليه السلام وهذه التوقعات هي من جملة رسائل الأئمة لأن التوقيع لم يكن مختصا بفترة الغيبة الصغرى عملية المكاتبة والمراسلة بين الشيعة والإمام بدأت من زمن الإمام الكاظم عليه السلام وما فرضته ظروف سجن الإمام من أن يكاتبه الشيعة ويكاتبهم واستمرت في زمن الهادي والعسكري إلى زمن الإمام المهدي عجل الله في زمن الغيبة الصغرى فلابد أن الشيخ الكوليني قد ذكر هذه التوقعات وين قد ذكرها في كتابه رسائل الأئمة ولكن للأسف هذا الكتاب من جملة الكتب التي لم تصل إلينا لم يصل إلينا من مؤلفات الشيخ الكوليني وإن كان الشيخ الكوليني مقلا يعني ليس كثير التأليف كما شيخنا الصدوق ولكن لم يصل إلينا من مؤلفات الشيخ الكوليني سوى كتاب الكاف الشريف وكفى به وكفى به كتاباً معتمد الفرقة الناجية أصولاً وفروعاً وأجل كتبنا الحديثية وأجل كتبنا الحديثية هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي أحب أن أنبه إليه بالمقدار الذي يسعه الوقت وأترك الكلام للإخوة الباحثين هو أنه هناك نقطة مهمة طبعاً كان هناك أمور أخرى وأحب أن أنبه إلينا ولكن الوقت لا يسع هناك نقطة مهمة يجب أن نلحظها فيما يرتبط بتلك الحقبة حقبة الغيب الصدر وهي أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سد باب السفارة بعد بعد وفاة السفير الرابع بنحو قاطع لا لبس فيه ولا شك فيه يعني إحنا مو أنه ترى أكو فرق بين نظرتين مرة نقول السفير الرابع توفي وبعد وفاته لم تعد تصدر التوقعات سممكن بعدين بعد مدة تصدر توقعات ممكن بعد مدة يجي فد واحد يقول أنا سفير الإمام إليكم وأنقل إليكم تعليماته بشكل مباشر وأخرج لكم التوقعات من قبله لا موه الشكل القضية الإمام صلوات الله عليه لعل أحد إحدى المطالعات التي سيذكرها أحد الباحثين الكرام ترتبط بتوقيع السمري اللي هو السفير الرابع الإمام نعى إلى السمري نفسه قبل أيام من وفاته وقال إنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فأجمع أمرك ولا توصي إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة وسيأتي من شيعة من شيعة يعني من منتحلي التشيع في الحقيقة كما سنبين سيأتي من يدعي الرؤية والمشاهدة ألا فكل من ادعى الرؤية والمشاهدة بعد ذلك فهو كاذب مفترم كاذب مفترم وخرج هذا التوقيع من السمري إلى الشيعة وتأكدت هذه الحقيقة بين الشيعة بأين هو يا أخوان بنحو أن الشيخ الطوصي يروي في كتابه الغيبة بسند صحيح أعلى أي بس إذا يحضرني السند الآن في ذهني يروي عن شيخه المفيد شيخ الطائفة في زمنه رضوان الله تعالى عليه عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي اللي هو ثقة جليل كان شيخ الشيعة بالبصرة عن محمد بن جعفر بن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارات اللي يقول في حقه النجاشي كل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وثقه فهو فوقه عن ابن قولوي ماذا؟ أن من ادعى الرؤية والمشاهدة بعد السمري آه مو هالشكل يقول عندنا ابن قولوي عندنا مو يعني عندي عندنا يعني عند الشيعة ابن قولويه متى توفي؟ 368 للهجرة يعني ابن قولويه مخضرم عاصر أواخر الغيبة الصغرى وعاصر أوائل الغيبة الكبرى يقول عندنا عندنا معاشر الشيعة يعني هذا من ضروريات مذهبنا عندنا أن من ادعى الرؤية أي رؤية؟ هس هذا يدخل في البحث الفقه الرصيني اللي أنا قلت عنه خشلون بعض علماءنا يدعيون تشرف المشاهدة الرؤية المتيقن هو رؤية الإمام بالنحو الذي كان يراه به السفراء ويتصلون فيه به يعني رؤية الإمام بالنحو الذي يصدر من خلال من يراه توقيعات وتعليمات وأوامر وناهي وتقييمات للأشخاص وتنصيب وعزل إلى الشيعته هذا هو المتيقن فمن ادعى الرؤية بعد ذلك فهو شو يقول ابن قولويه؟ فهو منمس يعني مخادع كافر ضال من ضد حكم بالكفر حكم بالكفر وديروا بالكم لا يحكم بالكفر إلا إذا كان ما أنكر ضرورة من ضرورات الدين عشو واحد يقول لي خو شيخنا هو اللي ينكر أصل الإمامة ما نحكم الكفرة الإمامة مو ضرورة من ضرورات الدين طبعا ما جاي نحكي الآن عن الدين الواقعي اللي هو سبب النجاة من الهلكة يوم القيامة لا نحكي عن الدين هذا الدين الإسلامي الظاهري اللي به تحقن الدماء وعليه تدور المناكح والموارث اللي ينكر أصل الإمامة ما يحكم بكفري شلون اللي يدعي رؤية الإمامة أهي أشير إلى هذه النقطة وأختم بها يكون نلتفيت منكر ضروري المذهب عند علمائنا القدماء نحاكمهم على مبانيهم مو على مبانينا الخاصة اللي قد نخالفهم فيها منكر ضروري المذهب عند قدمائنا العلماء عند علمائنا القدماء مرة يكون انتاره لضروري المذهب وسيلة لإبراز ردته عن المذهب بعد أن أمو شيعي صرت مسلم أنتمي إلى مذهب من المذهب الإسلامية الأخرى غير التشعة هذا لا يجب الكفر حاله حال بقية المسلمين واحد ارتد عن المذهب صار مخالفا للشيعة مسلم كغيره من المسلمين ومرة لا ينكر ضروري المذهب مع ماذا؟ مع ادعائه أنه من أبناء المذهب كما يعبر صاحب الجواهر إنكار ضروري المذهب من ذي المذهب مو جاي يقول لك أنا بطلت شيعي بطلت إمامي 12 لا أنا شيعي إمامي 12 بس ماكو متعة بالتشيع عقد المتعة حرام زنا كما يمثل صاحب الجواهر يقول منكروا إنكاروا الظاهروا عبارة صاحب الجواهر هالشكل الظاهروا أن إنكار ضروري المذهب من ذي المذهب كفر ليش؟ يعللهم يقول لأنه يرى الدين هو ما عليه من المذهب هذا شنه يقول لنا؟ نقول لي أنت سرت سني مو شيعي يقول لا أنا شيعي أنا ما أعتقد بعقائد المذهب الإسلامية الأخرى بس التشيع ما به حلية المتعة التشيع أنا شيعي أعتقد بالإمام الثاني عشر ولكنني أعتقد أنه يمكن التواصل معه وأخذ التعليمات منه وبثها إلى الشيعة في زماننا هذا هذا كفر بصريح قدماء علمائنا على كل حال هذه إشارة بسيطة البحث فيه تفصيل أكثر ولكن الوقت أدركنا أكتفي بهذه الإشارة على أمل أن يوفقنا الله عز وجل لتفصيل الكلام في ذلك أكثر أشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم أرجو أن تغفروا تقصيري وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن نكون خدام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وخدام الشريع الغراء التي جاء به جده صلى الله عليه وآله وأستغفر الله تعالى لي ولكم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وآلي محمد جزيل الشكر والامتنان لسماحة الشيخ محمد حيدر العاملي على هذه الإضاءة الفكرية والمعرفية حول التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة جزيل الشكر والامتنان السلام عليكم شكرا الله السادة الحضور الكرام نستمع إلى بقية الورقات البحثية وسنقتصر على أربعة أوراق بحثية لضيق الوقت ونعتذر من الباحثين المشاركين من المسائل والشبهات قديما وحديثا مسألة إنكار ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهل نجد إجابة عن هذه الشبهة في التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة هذا ما سيجيب عنه الباحث سماحة السيد أحمد زيد الموسوي في بحثه الموسوم إثبات ولادة الإمام المهدي من التوقيعات الشريفة موجزا بحثه المبارك في عشرين دقيقة فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد وأود أن أنوه أنه سيفتح مجال المداخلة على البحوث التي ستلقى بعد قليل أود أن نوهب أن السيد جنام السيد اعتذر عن تزويدنا بسيرته الذاتية لذا سنقتصر على ما سيلقى على مسامعكم السيد أحمد زيد الموسوي من دولة الكويت باحث حوزوي له مشاركات بحثية عديدة في المجلات العلمية المتخصصة منها مجلة الخزانة التي تصدر عن مركز حياء تراث التابع للهيئة العليا لحياء تراث العتبة العباسية المقدسة فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا معاقل نأوي إليها وأعلاما نهتدي بها والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين حبيب إله العالمين المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما مولانا أمير المؤمنين ومولى الموحدين وإمام المتقين وإمامنا الإمام الثاني عشر والحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه إن من المسائل التي تشكل عصبا في عقيدة الإمامية مسألة ولادة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأنه الخلف بعد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام وهذه العقيدة تكمن خطورتها من زوايا متعددة وأشير منها إلى زاويتين الزاوية الأولى أن الاعتقاد بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووجوده وحياته يمثل التآما تاما وارتباطا وثيقا بين مجموعة الأدلة المتنوعة التي استدل بها الإمامية على إمامة أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم فلولا هذه العقيدة لكانت تلك الأدلة منقوصة المحتوى ومن ذلك آية أولي الأمر قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن ذلك حديث الثقلين ومن ذلك حديث السفينة وحديث من مات وليس في عنقه بيعه أو من مات ولم يعرف إمام زمانه أو من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية هذه الأدلة بمجموعها لا تكون تامة الدلالة على مدع الإمامية لو لا وجود إمام في كل زمان يكون هو مصدر الهداية لو حققت الأمة شروطها لأظهره الله تبارك وتعالى ورافع الخلاف عنها ولذلك يقول العلامة الحجة الفذ المدافع عن حريم العقيدة والولاية الشيخ المحقق محمد جواد البلاغي رحمه الله تبارك وتعالى وفي خبر الثقلين هاد إلى الذي تنازع فيه الناس والتبس الأمر إذا قال خير الرسل لن يتفرق فكيف إذن يخلو من العترة العصر لو لم يكن الإمام موجوداً صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي لو لم يكن مولوداً قبل ارتحال أبيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما كان معنى لاستمرار دلالة حديث الثقلين لما كان معنى لعدم الافتراق بين القرآن والعترة لما كان معنى لمؤاخذة المكلفين في حال عدم عقد قلبهم على إمامة إمام زمانهم في كل زمان وقد تزامنت منذ بداية الغيبة حزمة من الإشكالات التي أثيرت حول ولادته صلوات الله وسلامه عليه وهذه الإشكالات كثير منها لا زال يعاد تدويرها ويكرر بيانها وذكرها إلى اليوم ومن ذلك التشكيك في ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من منطلق أن ولادته لم تكن بينة ظاهرة للناس لم تكن مشاهدة بالعيان فلم تكن هذه الولادة وهذا المولود حاله كحال بقية المواليد من إعلان ولادته وكونه بينا للناس وهذه الإثارة في حقيقة الأمر طبعا يضاف إليها أن أخبار الولادة هي أخبار أحاد لم يوثق برواتها مثلا لم يصح إسنادها عند بقية المذاهب ولكن في حقيقة الحال الإمامية لم تستدل على وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه وولادته وعدم خلو الأرض منه بعد رحيل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بروايات الولادة فإن كون الولادة مشهورة معروفة بينة متواترة للناس هذا في حقيقة الأمر خلاف طبيعة الحال وخلاف ما كانت تقتضيه الأمور فإن السبب الذي دعا إلى بقاء الغيبة هو السبب الذي دعا إلى حدوثها ولم يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام إلا غائبا منذ بداية ولادته فإن غيبته في حين ولادته هي ما كان المناسب مع طبيعة الأمور ولذلك نجد أن ما أكد عليه في الروايات من الدليل الواضح على وجوده وولادته صلوات الله وسلامه عليه الإشارة إلى أدلة الإمامة العامة وعدم خلو الأرض من حجه فهذا الطرح الذي يقدمه الإمامي هو نفس الطرح الذي يثبت به إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأبنائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وهنا ما قدمته من موجز يعني هو بحث مختصر كان يتناول بيان الدليل الذي ذكر في التوقيعات الشريفة طبعا هذا الدليل بهذه الصياغة هو موجود حتى في كلمات من تقدم على الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف هو دليل مبثوث في الروايات من أن الله عز وجل لا يخلي أرضه من حجه من أن الله تبارك وتعالى لا يبطل دينه ولا يقطع حججه من لدن آدم إلى أيام الآئمة صلوات الله وسلامه عليهم ولكن باعتبار أن الجلسات كانت معقودة لتناول التوقيعات الشريفة فاستللت هذا الدليل من توقيعين شريفين ورد في كتب الغيبة التوقيع الأول هو ما رواه شيخنا الطوسي رضوان الله تبارك وتعالى عليه شيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة ويروي بإسناده عن علي بن إبراهيم الرازي عن شيخ موثوق به حسب تعبير الراوي حدثه بمدينة السلام وهذا التوقيع سأقرأ مقطعا منه فيه محل الشاهد وهو توقيع ورد بعد مشاجرة لابن أبي غان من القزوين ومشاكسة ومشاغبة بينه وبين بعض الشيعة في التشكيك في وجود الخلف للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقد ورد فيه أنهي إلي وصلني ارتياب جماعة منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة طبعا الشاهد على أن التشكيك بولادته كان متزامنا مع الولادة أن السنة التي غاب فيها يعني بداية غيبته صلوات الله وسلامه عليه بعد أبيه الإمام العسكري يعني نتكلم بداية إمامته صلوات الله وسلامه عليه سميت هذه السنة في كلمات الأصحاب المتقدمين بسنة الحيرة حتى ورد حديث يرويه الشيخ البرقي أحمد بن أبي عبد الله رضوان الله تبارك وتعالى عليه المتوفى سنة 274 للهجرة صاحب كتاب المحاسم روا حديثا يتضمن تسمية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وتسمية الخلف الحجة صلوات الله وسلامه عليه رواه للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات وهو بدوره حدث به عن محمد حدث به لمحمد بن يحيى العطار فقال للعطار قال لمحمد بن الحسن الصفار وددت لو أن هذا الخبر من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله كنت أتمنى أن يكون هذا الخبر مرويا من غير جهة البرقي فأجابه الشيخ الصفار بأنه حدثني بهذا الخبر قبل الحيرة بعشر سنوات أو بعشرة سنوات شنو يعني حدثني قبل الحيرة يعني أن محمد بن يحيى رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان يريد مستمسكاً واضحاً على تسمية الأئمة قبل زمان إمامة الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه حتى يشكل ذلك إعجازاً للأئمة عليهم الصلاة والسلام في إخبارهم الغيب بما سيقع فعندنا مجموعة من الأدلة تقول بأن الإمام الثاني عشر سيغيب إمامكم الأخير الثاني عشر سيغيب وفي الحقيقة هذه الروايات قسم منها تشكل إعجازاً لأن هذا الإخبار وافق ما حصل بعد ذلك فلو كان الإمام ظاهراً بيناً لكان في الحقيقة في ذلك إبطالاً لدين الإمامية وهذا لعله الزاوية الأخرى التي نسيت ذكرها ضمن الزاويتين المرتبطتين بأهمية الدفع الإشكال عن ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو أن الاعتقاد بإمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو لا الاعتقاد بولادته لأبطلت إمامة آبائه المتقدمين حيث أخبروا بوجود إمام وأخبروا بعدم خلو الأرض من حجه فإذا خلت الأرض من حجه قدح ذلك في عصمتهم صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي عز المذهب في غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد أنه عبر عن زمان الغيبة بزمان الحيرة وهذا شاهد على تزام الإشكال على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه منذ بداية إمامته يقول وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمورهم فغمنا ذلك لكم لا لنا وساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يحيشنا من قعد عننا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا من هنا نفهم طبعا سياق مثل هذا التعبير الوارد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو يقول نحن ندفع الشبهة لأجلكم لا لأجلنا سيدنا ندفع الشيك والارتياب والحيرة لكم لا لنا نحن يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا حاجة لنا مع الله إلى غيره لكن نحن نربيكم نرفع عنكم الشبهات نعتني بكم لا زالت يد العناية من الإمامة متبدية فنحن نصنعكم يعني نربيكم والله عز وجل هو الذي يتولى أمورنا نحن نتولى أموركم والله يتولى أمورنا لأجل ذلك نسعى لدفع الإشكال عنكم وإلا إذا ضل كل من في الأرض وبقي الإمام على الهدى واحدا لاكتفى الله تبارك وتعالى به وبعبادته ثم يقول يا هؤلاء قال عليه السلام حسب التوقيع يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون أو ما سمعتم الله عز وجل يقول الآن بدأ الإمام عليه السلام بذكر الدليل الدال على ولادته صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طبعا في التوقيع الثاني بيان وجه دلالة هذه الآية على لزوم وجود حجة في كل زمان أَوَمَا عَلِمْتُمْ مَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارِ مما يكون ويحدث في أئمتكم عن الماضين والباقين منهم عليه السلام أَوَمَا رَأَيْتُمْ كَيْفَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَعَاقِلَ تَأْتَوُونَ إِلَيْهَا وَأَعْلَامًا تَهْتَدُونَ بِهَا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي عليه السلام كلما غاب علم بدى علم هذه التعبيرات هي في الحقيقة تلخيص لما في حديث الثقلين تلخيص لما في حديث السفينة تلخيص لما في حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه هي إشارات من الإمام عليه السلام على أنه إذا غاب عنكم الإمام تمسكوا بالأمر الأول لا تنسون الأدل على إمامة أئمتكم صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر التوقيع التوقيع الثاني ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 381 في كتاب كمال الدين بسند ذكره عن محمد بن إبراهيم المهزياري وقد ورد العراق شاكا مرتادا مرتادا يعني طالبا الحجة وطالبا ما به رفع الالتباس قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم نفس الإشكال كانوا يترددون كانوا محتارين في مسألة ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي وجوده وإمامته أما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة حسب الظاهر المراد من الأمر هنا أمر الحكم هذا هو الذي يتناسب مع الآية فإن أولي الأمر هذا العنوان المذكور في الآية هو عنوان للحكام والآية اشترطت فيهم العصمة لاقترانهم بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وأن طاعتهم طاعته وبالتالي مهما بقي الناس لابد لهم من شؤون وأمور وحكم فجاءت الآية لتشترط في حكم الناس أن يكون الحاكم الشرعي معصوما فهذه الآية بهذه الضميمة ضميمة استمرار الحكم واستمرار وجود شأن للناس إلى يوم القيامة أو إلى انقضاء المجتمعات بشكل عام مهما استمرت هذه المجتمعات ومهما استمر وجود شؤون للناس وأمور لهم لابد من وجود حاكم عليهم جاءت الآية فاشترطت في الحاكم أن يكون معصوما بتقرير ذكر في بيان وجه الاستدلال بآية أولي الأمر أولم تروا أن الله عز وجل جعل لكم معاقلة أون إليها وأعلى من تهتدون بها من لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه كلما غاب علم بدى علم وإذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله قد قطع السبب بينه وبين خلقه كلا ما كان ذلك وهذا الدليل في الحقيقة هو الذي تجده منعكسا في كلمات الأعلام المتقدمين الذين كتبوا في الغيبة أولهم والد الشيخ الصدوق الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي في كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة هذا كتاب في الغيبة ومنهم الشيخ ابن أبي زينب النعماني في كتاب الغيبة المتوفى سنة ثلاثمائة وستين ومنهم شيخنا الصدوق ومنهم شيخنا الطوسي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم انعكس هذا الدليل على مستويين في كلماتهم المستوى الأول متابعة العناوين التي ذكرت الروايات في ضمنها أن الأرض لا تقلو من حجة أنه لو كان في الأرض شخصان لكان إحداهما الحجة أو أحدهما الحجة وأن الأرض لو خلت من الحجة ساعة لساخت بأهلها والمستوى الثاني ما ذكره هؤلاء في مقدمات كتبهم وفي طيات بياناتهم حيث كرروا نفس هذا الدليل الموجود في هذين التوقعين الشريفين هذا ما أحببت إبداءه في هذه العجالة والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وآله الطاهرين جزيل الشكر والامتنان للباحث السيد أحمد زيد الموسوي والآن نستمع إلى مداخلات الحضور مع الاختصار على ذكر الاسم والمداخلة مباشرة جناب الشيخ إبراهيم النصوارى ويتفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنتم سماحة السيد حفظكم ورحمة الله الله يحفظكم إن شاء الله استفدنا من بحذكم الله يسلمكم إن شاء الله ملاحظة لعندي مولانا الكريم ما تفضلت به في إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إنما يعني حسب أذلتكم يستفاد من الملازمة نعم يعني مثلا اتفضلتم بأن الأرض لا تخلو من حجه يعني لازمه أن الإمام المهدي موجود نعم مثلا من لم يعرف إمام زمانه مع تميثة جاهلية فلابد أن يكون الإمام موجود فإذا هو مولود والآية أيضا اللي اتفضلتم بذكرها كل هذا الحديث إنما يثبت الولادة بالملازمة نعم مع أن هناك أدلة روايات واردة تثبت الولادة نعم كقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام لحكيمة السيدة حكيمة في القصة المعروفة ابقي عندنا هذه الليلة فسيولد المولود المبارك إلى آخره وروايات أخرى دل على الولادة تثبت لنا الولادة نعم هذا من جانب من جانب آخر ما تفضلت أيضا بذكره كل من مصادرنا نعم فيا حبذا أن نبحث عن مصادر إخواننا المسلمين لعلنا نجد نصا حديثا يدل أيضا على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وشكرا لكم الله يحفظكم إن شاء الله شيخنا يوجد ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط النقطة الأولى أن ما ورد النقطة الأولى أنه لسنا بصدد حصر الدليل على ولادته بهذا الدليل وإنما بصدد بيان أن هذا من الأدلة على ولادته صلوات الله وسلامه عليه ويوجد أدلة أخرى هي ما بحث عنها بعض الأعلام المحققين المعاصرين حفظه الله تبارك وتعالى ما أسماه مثلا من منهج التحري أو منهج ذكي في إثبات صدور روايات الولادة ودراسة طريقة الإمامية عزهم الله تبارك وتعالى في إثبات الإمامة لأئمتهم عليهم الصلاة والسلام وإلا صحيح روايات الولادة يوجد فيها ما صح سنده لكن الاستدلال ليس بأن ولادته مشهورة وهذا الذي لا يكون الاستدلال يعني الاستدلال ليس بهذه أو بهذا المستوى أن ولادته مشهورة كولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهى الأمر لم يكن الاستدلال هكذا إما أن نستدل بأدلة الإمام العامة هذا أولا رواية الولادة مع ضمائم مع ضمائم تورث القطع بصدورها وترفع اللبس فيها وإلا فإن مسألة الولادة تحتاج إلى ضميمة لأن كون الولادة مستورة هو ما وافقته طبيعة الأمور فهذا الأمر الأول وإلا صحيح يمكن الاستدلال بروايات الولادة بضم المنهج الذكي مثلا ونحو ذلك لإثبات صدورها النقطة الثانية أن البحث بشكل عام في التوقيع الشريف لم يكن بصدد بيان تقرير الاستدلال بالأدلة العامة الإمام عليه الصلاة والسلام في التوقيعين ليس بصدد أن يأتي بالدليل العام على الإمامة ويفصل فيه ويقرر كيفية الاستدلال وإنما هو غاية الأمر يريد أن يرشد إلى أنه لا فرق في الاعتقاد بالإمامة بين أن يكون الإمام مولودا مشهورا ظاهرا وبين أن يكون مولودا خفيا مستورا الأدلة هي الأدلة بالتالي بس في جزئية أنه هذا التلخيص الذي ذكر في التوقيع الشريف هو تلخيص لأدلة المخالفين أيضا هو نفس حديث الثقلين مروي عند المخالفين هو نفسه حديث الأئمة بعد إثنى عشر هذا أيضا ثابت عندهم هو نفسه من مات وليس في عنقه بيع أو من مات وليس له إمام الأمر الثالث لا إشكال في إثبات الولادة بالملازمة وهم شيء الاعتقاد بإمامته صلوات الله وسلامه عليه والاعتقاد بوجوده عليه الصلاة والسلام وأن الأرض لا تخلو من حجة أحسنتم سيدنا مداخلة أخرى لجناب الشيخ مصطفى العامري سيدنا العزيز اخترتم عنوانا لبحثكم إثبات ولادة الإمام المهدي من التوقعات الشريفة ألا ترون أن في هذا العنوان دور والدور باطل عقلا باعتبار أن التوقعات الشريفة فرعوا ثبوت الولادة وإثبات الولادة متوقف أو منحصر بهذا الذي ذكرتموه من التوقعات وهذا ورد أيضا في فقرة من ملخص البحث عندما ذكرتم عن الاستدلال بالمقدار الوارد في بعض التوقعات الشريفة كان هناك فقرة أخرى كان يمكن التركيز عليها ذكرتموها في الملخص وكان من المفترض أن تكون هي الأساس عندما قلتم ورد بيان مدى سجامه مع ما ورد في الأحاديث الشريفة بشكل عام فتكون هي المنطلق للإثبات هذا من ناحية ورد في كلامكم عن آية أولي الأمر أعطي الله وأعطيه الرسول وأولي الأمر نعم باعتبار هذه الآية لها بورد بحث من 13 سنة يعني أمس الحلقة 539 جميل قلتم أنها مختصة بالحكم أو نفى منها الاختصاص بالحكم علما أن الآية مطلقة ليس لها اختصاص بالحكم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم الطاعة مطلقة لأولي الأمر المقصودون في هذه الآية مثل الطاعة المطلقة لله ولرسوله بالنسبة للاختصاص هو كان المقصود بيان أن الآية تخص الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالحكم لا أن يعني تخص الحكم الشرعي بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا أنها تخص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالحكم فإذا كان فيه تعبير من هذا القبيل فهو موهم على كل حال أما بالنسبة للإشكال الأول وأشار إليه بعض الأخوة قبل الجلسة فاتني وضاق الوقت هو في الحقيقة ليست صياغة الاستدلال صدر من الإمام توقيع فهو حي فهو مولود ليست هذه صياغة الاستدلال وإنما الاستدلال هو أنه ما الذي أرشد إليه في التوقيعات الشريفة سواء كان التوقيع صادرا أم لم يكن التوقيع صادرا فإن الدليل دليل إرشادي فالدليل التام هو في الحقيقة نفس أدلة الإمام العامة نعم هو فلذلك هو من التوقيعات يعني الدليل الوارد في التوقيعات وكان العنوان فيه لكن غير في التوقيعات لكن على كل حال غير أحسنتم سيدنا جزيل الشكر والانتنان لكم جناب السيد أحمد على هذه الإضاءة المعرفية حول ولادة إمامنا صاحب العصر والزمان شكرا لكم جناب السيد حياكم الله لكل مسيرة نهاية ولكل بحث خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث فهل هو الأمر هكذا في التوقيع الأخير الصادر من الناحية المقدسة فهل هناك نتائج وتوصيات مهمة تنعكس على واقع الشيعة الإمامية ومصيرهم فما هي أهم الدلائل والفوائد التي يمكن أن نستخلصها من توقيع السمري التوقيع الأخير وهذا ما سيجيب عنه البحث الموسوم بالعمق الدلالي في توقيع السمري للباحث السيد محمد قاسم الحبوبي فليتفضل مشفوعا بذكر محمد وآل محمد السيد محمد قاسم عبد الحميد الحبوبي قاسم الحبوبي من العراق طالبوا بحث خارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف لغاية آمي 2019 حاصل على شهادة الماجستير في القانون المدني المقارن من جامعة بابل وحاصل على شهادة الدكتورة في القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي من جامعة المصطفى العالمية عمل أستاذا في جامعة النجف الدينية في النجف الأشرف وحاضر في جامعة الإمام الكارم عليه السلام وجامعة المصطفى كما أشرف على عدد من رسائل الماجستير في جامعة المصطفى وجامعة الأديان وجامعة قوم المقدسة له أدد من الكتب والبحوث العلمية منها كتاب مسؤولية المستأجر كتاب الأبعاد العقائدية بحث منشور بعنوان الضمان الطولي في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية فليتفضل مشكور بإلقاء بحثها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم السلام على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بودي قبل البدء الالتزام بمسألتين وإن شاء الله أكون ملتزم فيها على مدار عرض البحث وبإجاز وهي مسألة التقيد بأصول البحث العلمي والتركيز على خصوص موضوع البحث وهو توقيع الإمام صاحب العصر الزمان إلى نائبه الشيخ السميري بداية أقدم برضع كلمات حول أهمية البحث وحول مشكلة البحث التي يدور حولها ومن ثم إلى هدف البحث وأخيرا في هيكلية البحث كي يكون للمستمع الكريم صحبة معنا بإذن الله عز وجل أما مسألة الأهمية فيمكن تلخيصها من خلال بيان أن هذا التوقيع الأخير توقيع الإمام صاحب العصر والزمان يلخص خمسة مراحل بدءا بفكرة الإمام المهدي سلام الله عليه وانتقالا في تشخيص الإمام ومن ثم في وجود الإمام أي حياة الإمام وانتقالا إلى الغيبة غير التامة أي أنياب الخاصة وأخيرا إلى الغيبة التامة هذه خمسة مراحل يطويها حديث واحد مع تفصيل في بيان المشكل الواقعي الذي حين صدوره وإلى الآن نعيشه وكذلك استشغى في المستقبل فسبحان الله من حديث أما مسألة مشكلة البحث وهي حقيقة تبدو مشكلة ولكن المنطلق ليست المشكلة مشكلة البحث أولا عبارة عن هذه الإشكالية التي دائما تتردد في مسألة الموازنة والتوفيق ما بين منع المشاهدة في نص الحديث وما بين مسألة الرؤية وإمكانية الرؤية وقد نقلت عن الثقات والتقات والإشكالية الثانية في المتصور من خلال قراءة الحديث كيف يمكن التوفيق ما بين طول الأمد وهذا الإمهال مع التصريح بقسوة القلب وانتشار الظلم لعل القارئ يقول مسألة الإمهال ومسألة إطالة الأمد لعله هناك شيء من التصحيح في المساء شيء من الفرج والهداية ولكنه سبحان الله يبين بانتشار الظلم كزايد الظلم عسوة القلب فهذه إشكالية قد تبدو لكن سيختصر البحث في بيانها وحلها ومنها ننطلق إلى هدف البحث هدف البحث في بيان سواء كان محل الشهد هذا التوقيع أو في غيره من أحايث المعصومين عليهم السلام كيفية التمييز ما بين المطالب الرئيسة والمطالب الفرعية وهنا التأكيز على المطالب الرئيسة في بيان أهمية هذا الحديث باختصار كونه وصية من الإمام صاحب العصر الزمان إلى ما يمكن العمل به من قبل شيعة أما مسألة هيكلية البحث وإعبار عن مفاصل البحث فتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول مبحث حول المفاهيم وما يمكن أن بيانه حول مصطلحات البحث وأهمها هو التوقيع وأما المبحث الثاني حول الدراسة السندية لحديث السامري رضوان الله تعالى عليه وأما المبحث الثالث وهو جوهر البحث الدراسة لمتن الحديث من خلال بيان خارطة المطالب مطالب هذا التوقيع أما مسألة المبحث الأول فلا أطيل فيه وإن كان بودي عدم الإطالة وشروض الذهن مع الاعتذار مسبقا ووقتكم الثامن أن الذي توصل إليه الباحث في التوقيع المعنى الاصطلاح للتوقيع أنه ليس كل ما يذكر من معاني للتوقيع إنما المقصود به نعم الاستفادة من المعنى اللغوي بما يوظف المعنى الاصطلاحي فالذي توصل إليه الباحث في بيان التوقيع وتعريف التوقيع الاصطلاحي هو كل ما يصدر من الناحية المقدسة في بيان ما سبق وتوضيح ما سبق إيراد شبهة جواب ينسب إلى الإمام صاحب العصر الزمان أطلق عليه بالتوقيع أما مسألة السند فكذلك لا أطيل فيه فقد تم بحثه كثيرا نعم للباحث رأي في ذلك ولكنه أيضا سأقتصر على ما يمكن القول بأنه مرجحات تقوية السند أو المرجحات التي تكون في جانب مقبولية الحديث تعلمون أن الحديث روي عن الشيخ الصدوق وكذلك الشيخ أطوسي فأريد أن أقرأ نص الحديث فالنص مهم جدا أخبرنا جماعة بقول الشيخ الصدوق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن نبابويه قال حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب أو المهذب هذه الواسطة إلى الشيخ السامي قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه النص فحضرته قبل وفاته فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته أي نصه بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك لا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب كن مفتر أي مفتري هذا النص مسألة السند أنا بودي الإلتزام يعني كنت موطن نفسي على عشرة دقائق الحمد لله كرم العتب العباسي إلى عشرين دقيرة جزاكم الله خير جزاك كرم بعد أبي الفضل عباس دراسة التوقيع الأخير مثلا التي سنركز عليها هذا التوقيع فيه سبعة مطالب أولا تبتدأ بافتتاح وآخرها بتسليم هذا التسليم مهم لأنه جعلته من المطالب المهم تبتدأ بإنشاء إنشاء بيان إخبار بيان إخبار أولا تبدأ بمسألة الإنشاء بجملة النداء يا علي تتمت إنك ميت ما بينك بين ستة أيام الإنشاء الثاني أجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك المطلب الثالث الإخبار فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى المطلب الرابع بيان وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة الإخبار المطلب الخامس سيأتي شيعة من يدعي المشاهدة البيان ألا من ادعى المشاهدة ألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وصيحة فهو كذاب المفتر هو أخيراً المطلب السابع في التسليم لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم لأنه فيها معنى عظيم جداً لأن كما كان يختم الإمام السجاد عليه السلام في مسألة الحقوق أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم أي أنه أمر العظيم هنيئاً لمن كان بقدر هذه المسؤولية قدرنا الله وإياكم على ذلك المطالب أخوان أما الرئيسة فالاستفادة منها من خلال بيان مهم كيف نعرف المطلب الرئيسي من المطلب الثانوي هذه المسألة مهمة لأنه مسألة المطلب خاصة هي وصية ما مع الوصية أنا أستطرد في حديث الوصية بينما يفترض ماذا يريد الإمام فمسألة المطلب الرئيسي أولاً النظر إلى الجمل الإنشائية وكيفية تمييزة عن الجمل الخبرية لا لأن الجمل الخبرية لا تحمل مطالب رئيسية بل لأن المطلب الإنشائي خطاب يعني وصية إما بأمر أو نهي إلا ما عدا مسألة شن النداء أول للبناء من خلال إعظام الأجر للمؤمنين بوفاة السميري في خطابه يا علي فالمطلب الرئيسي على ضوء هذا التقسيم أولاً تقرير الغيبة التامة الإمام في هذا الحديث مطلبه الأساس ما هو يريد أن يبين أن هناك غيبة تامة وطنوا أنفسكم على غيبة تامة فيها لازمان هذا المطلب الأساس فيه أولاً انقطاع النياب الخاص أما اللازم الثاني فهو مسألة الاقتصار على الموروث السابق أي لا شيء يأتي من ناحيتي ولذلك كل من يدعي فاعلم أنه كذاب طبعاً مسألة كذاب أيضاً بيها صيغة مبالغة لايسم مجيغة كاذب لأن فيها من العمل الشنيع على موروث الأئمة المعصومين عليه الصلاة هذا الأول أما المطلب الرئيس الثاني التحذير لشيعته من مدعي المشاهدة هذا المطلب أيضاً مهم أخوان فيه لازمان أما اللازم الأول أن المدعي يأتيكم أيها الشيعة لا مجرد يصرح بالمشاهدة وهذا منطلق في بيان أن المشاهدة ما هي المغادبية أما اللازم الثاني أن من يدعي سبحان الله شهادة على أنه وإن كان صاحب سجل في صحبة الإمام والتبليغ عن الماء فإنه كالباب المفتر فلا يخدع عنكم تاريخ الرجل ما دام قد ختم خاتمته بمثل هذه الدعوة أما المطالب الثانوية ولا ود الإطالة مسألة الأولى طول الأمد لماذا اعتبرناها من المطالب الثانية إلا أنها قد صرح بها من قبل من أيام الأئمة المعصومين عليه السلام في أن هناك غيبة طويلة وأما المطلب الثاني والآخر وهي مسألة بيان حتمية بعض علائم الظهور وقد ذكر الإمام من العلامات اثنان اثنين عفوا وهو خروج السفياني ومسألة الصيحة فإذن سبحان الله هذا الحديث يضاف في دعمه وفي قوتي وفي قوتي أنه قد صرح بل ميز الإمام سلام الله عليه أنه حتى في العلامات الحتمية هناك من هو أعلى حتمية من من دونه وإلا التصريح بمسألة خروج السفياني والصيحة أي أنه هذان الأمران لا يمكن قبلهما من يدعي القول بالنيابة والتبليغ عن الإمام هذا قولي وأيضا أختصر إلى مسألة النتائج والمدلولات أما مسألة المدلولات أخوان تعلمون أن هذه المدلولات إنما أثرها على نحو السرعة والعجالة وإلا لي بيان الأمر تتم إن شاء الله أول انتهاء السفارة بعد مسألة ضرورة الاستعداد الإمام يشير وينفت أنظارنا لمسألة ضرورة الاستعداد من أين استفدناها مسألة طول الغيبة ومسألة الترصد لكل من يدعي أي أنكم لا تبقون نيام كل من يدعي وكل من هب ودب في مسألة الدعاوة تكون آذان صاغيا لذلك بل كونوا على حذر شديد من ذلك ثم عدم الجزع طول الغيبة لا يولد جزعا عندكم فهذه غيبة نوح عليه السلام لنا عبرة في ذلك وغيرها من غيبات الأنبياء الصالحين ثم عدم خلو الزمان من دعاة الباطل لأنه سيأتي هذا الفعل سبحان الله فعل مضارع وباستمرارية وأيضا هو نفس مادة يأتي أي أنه لا تنقطع أي أن الأدعياء لا ينقطعون وفي ذلك الفات نظر لنا أنه لا يغيب أنه عنكم أنه من ذوي الأهواء والأنفس المريضة أنه سيجعل ويدق الأسفين في طريق الولاية ثم مسألة غايات المشرع غايات المشرع في هذا الحديد كثيرة والتي أيضا تقوي المتن وهي مسألة الحكمة الإلهية ومسألة العلم الإلهي في مبيان أظهار المغيبات وكذلك أن الله عز وجل جعل مسألة الانتظار بيان وتمحيص في مسألة الإبتلاء للمؤمنين أولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإضالة والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أحسنتم سيدنا إذا كانت هناك مداخلة من الحضور الكرام بل تفضل جناب الأستاذ الأخوة العزاء الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء من النقاط المركزية التي اجتمل عليها بحثكم مسألة المشاهدة والمشاهدة من الأمور المتشابهة ابتلينا بها نحن ومن قبلنا من الأصور هناك ادعاءات كثيرة وهناك آوال المشاهدة من أناس مقدسين فكان ينبغي تصريط الأضواء على هذه النقطة التي نحن بحاجة إليها للتمييز بين المشاهد الكاذب وبين المشاهد المتيقنة ما هو الفارق بينهما وكيف نميز هذا مما يفيد المستمع لبحثكم وشكرا أحسنتم سبحان الله يعني أنا كان بدي أنه أبين هذه لكنه أصل الوقت وضيق الوقت أما لتفضلكم به نعم موجود فصل كامل في بيان هذه الإشكالية شيخنا الكريم في أن ما بين الرؤية المجردة وما بين الرؤية التبليغية الرؤية التبليغية هي المراد من المشاهدة في لفظ الحديث ونص الحديث والدليل على ذلك أن الإمام يبين سيأتي معناه سيأتي أنه ليس مجرد قول الرؤية فضلا عنه كثير من علمائنا ممن تشرف برؤية الإمام لم يكن يصرح برؤية إلا ما نقله تلامذته فيما بعد أحسنتم أحسنتم سيدنا مداخلة أخرى جنام الشيخ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يبتدى عن السيد سماحة العلامة الأجل المهذب سيد صافي بالحديث ونحن في خدمته داعين له إن شاء الله أن أجعله مولى الجليل بقلب العافية أنه نعم المولى نعم المجيب أنا في الواقع عندي وليس مداخلة السيد الفاضل توقيع الأخير بيعبارة لا توصل لأحد السمري الإمام كما هو لا توصل لأحد كان هو الذي يعين النواب الخاصين ابتدان ب عثمان السعيد محمد عثمان السعيد وعثين بره خلال ثم السمري فماذا أراد الإمام لا توصل لأحد وهو كان يعين السفراء الأربع جزائكم الله خير وأوفر جزائكم أحسنتم شيخ مسألة لا توصل واضح أن لا توصل بيان إلى أنه لا توجد فيما بعد واسط ما بين الإمام وما بين الناس مما أوثيغا حول مسألة النواب فعندما يقول لا توصل أي أنه لا نيابة هناك فيما بعد وفاتك هذا الذي أحسنتم جناب السيد مداخلة أخيرة لجناب الأستاذ فضلوا مع ذكر الاسم والدخول بالسؤال مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم فاز شكر سيدنا نشكرك على هذا البحث الجيد وهو يقطع اليد للمدعين والمفرقين الدين بمشاهدة الإمام عج الله تعالى فرج بس عندي سؤال أردس لك سيدنا نحن نقدر نفرق المشاهدة عن الرؤية عندما أشاهد الإمام أعرف أنه هذا هو الإمام عجل الله فرجل والرؤية أنا أرى الإمام لكن ما أعرف أنه هذا الإمام هل ممكن هذا الشي نقدر نتخله أحسنت جزاك الله أما أما مسألة رؤية 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 الإمام مشاهدة ومعرفة بأنه هو هذا الإمام هذا حقيقيا كما نقل عن الثقات والعلماء التقات بأنه قد تشرف برؤية ما أود بيان وأسيرت بعض الأمثلة لكن المهم أن الذي تشرف بالمشاهدة يقينا إنما تشرف بالرؤية لا يقال أنه مشاهدة التي هي محل الحديث في مسألة التبليغ هل أتى إلى الشيعة وقال أنه رأيت الإمام وقال كذا كذا بمعنة الوصية وما ينقل هذا لا يمكن القول به أحسنتم الحضور الكرام أحسنتم على هذه المداخلات القيمة الشكر الجزيل لجناب الباحث السيد محمد قاسم الحبوبي على هذه القراءة في العمق الدلالي في توقيع السمري جزيل الشكر والإمتنان نستمع وإياكم إلى الورقة البحثية الثالثة إمامنا الغائب عن الأنظار هل له أثر في بناء وصيرورة حياتنا الاجتماعية ما هي معالم رعايته وعنايته لشيعته هل يدرأ عنهم الفتن ويوضح لهم السبل أم لا علاقة له في ذلك نستمع إلى الباحث الشيخ منتظر الواعظ ليجيبنا عن ذلك في بحثه الموسوم بالتوجيهات الاجتماعية في توقيعات الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لنستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد المؤلفة له عدد من الإسهامات العلمية تدريسا وتعليفا فقد درس دورة كاملة لكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري وكتاب أصول المضفر وكتاب كفاية الأصول من مؤلفاته المطبوعة مقتل فاطمة الزهراء الأربعين في فضل زيارة الحسين عليه السلام مآل المذنبين إقامة الشعائر في ظل الوباء وغيرها فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى أبد العبدين من باب المقدمة عندنا في الروايات في الرواية بالتحديد عن الإمام الباقر سلام الله عليه لا يكون هذا الأمر إلا في أخملنا ذكرا وأحدثنا سنا من صفات الإمام المهدي سلام الله عليه خمول الإمام نحن ندعو ونذكر الإمام سلام الله عليه اللهم عجل وليك الفرج لكن قد لا نعرف دور الإمام وما هو الواقع الذي قام به الإمام سلام الله عليه هناك واقع غيبي للإمام سلام الله عليه صاحب الأمر وصاحب كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لكن إضافة إلى هذا الواقع أكواقع للإمام سلام الله عليه تمشية الوضع تمشية المجتمع الشيعي حسب المنظار الطبيعي بأساليبه إسناد العلماء من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون ولذلك أحببت أن أصلط الله على هذا الجانب لحياة إمامنا صاحب العصر والزمان في التوقيعات الشريفة وبالتحديد في الغيبة الصغرى بدءاً أذكر من باب المقدمة تمهيداً حتى يتضح لنا دور الإمام سلام الله عليه والكثير مما قام به الإمام من السنن الإلهية الله تبارك وتعالى السيرة الإلهية تقتضي تحقق ما وعده الله تبارك وتعالى بالأسباب الطبيعية والعادية إلا ما اقتضت إليه الضرورة الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وهذا العالم تابع لنظام تابع لأسباب لعلل غايات هذا النظام الطبيعي والعادي لا يتغير لا يتخلف إلا في حالات نادرة مثل إظهار المعجزة مثل إظهار الكرامة وهذه نقطة مهمة الوعود الإلهية في زمن الأنبياء وفي زمن الإمام صاحب العصر والزمان تتحقق لكن في ضمن منظار طبيعي وعادي إلا ما اقتضت إليه الضرورة غيبة المولى صاحب العصر والزمان كان كذلك إن الوعود الإلهية أما الأطار سلام الله عليهم أوعدونا بإمام غائب تحققت هذه الغيبة في ضمن منظار طبيعي وعادي إلا ما اقتضت إليه الضرورة لعل من هذا الباب خفاء الولادة في الجملة في ذلك الزمان طبعا لعل من هذا الباب مثلا النحي عن تسميته باسمه إذا ذكر الإسم قصوصا في ذلك الزمان سوف يسند إلى أبيه يمسب إلى أبيه إذا أسند إلى أبيه سوف يكون مشخصا معلوما هذه من باب المقدمة أن السيرة الإلهية تقتضي تحقق ما وعده الله مع الحفاظ على المنظار الطبيعي والعادي وقد قام إمامنا المهدي سلام الله عليه بعدة إجراءات في الغيبة الصغرى وبالأساليب الطبيعية المحور الأول إرجاع الناس وربط الناس بالسفراء الأربعة ثم بالوكلاء بالواسطة وثم بالعلماء والثقات في مختلف البلدان والمحور الثاني فضح المنحرفين والمدعين للبابية والنيابية كذبا وزورا وهذا المحورين أذكره عجالة المحور الأول إرجاع الناس إلى السفراء وأنتم أعلم الأئمة الأطار سلام الله عليهم من الإمام الهادي إلى الإمام الحسن العسكري في روايات مختلفة أكدوا على جلالة عثمان بن سعيد العمري وكذا الإمام الحسن العسكري وكذا ابنه العمري وابنه ثقتان ما أدياه فعني يؤديان فاسمع لهما وأطعهما قل ما نجد هكذا تعبير في إرجاعنا إلى عالم من العلماء أن يأمرنا الإمام بإطاعته المطلقة ما عدنا اسمع والحديث صحيح اسمع لهما وأطعهما وهكذا إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه قبيل شهادته جمع أربعين من وجهاء الشيعة وأخرج إليهم الإمام المهدي سلام الله عليه ثم أمر عثمان بن سعيد أن يقوم وقال هذا خليفة إمامكم والأمر إلي لعله هذا اللي دعا بعض العلماء أن يعبرون عن الشفراء الأربع بالنواب النواب الأربع وكذا النائب الثاني والثالث والرابع كلهم نصبهم الإمام سلام الله عليه بعدة أدلة وبراهين رجع الناس إليهم كانوا في بغداد أغلب أوقاتهم النقطة الثانية ما هو دور السفراء الأربع كل ما قام به السفراء الأربع بأمر خاص من صاحب العصر والزمان لأنهم سفراء عن الإمام وهم أكدوا على هذا المعنى عثمان بن سعيد في الرواية المعروفة حينما سألوه عن الإسم نهاهم عن الإسم قال ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم حسين بن روح النوب أختهم أيضا في محادثة حينما سأله الراوي هل هذا من عندك؟ قال لا بل عن الأصل ومسموع عن الحجة وهناك أدلة أخرى لكن ما هو دور السفراء الأربع في بغداد وبعناية وتمشية من صاحب العصر والزمان ونعرف دور الإمام النقطة الأولى إظهارهم المعاجز والخوارق التي نقلها فحول علمائنا كالشيخ الصدوق والطوسي وغيرهم مع تقيدهم بذكر الأخبار والروايات الصحيحة والثابتة عندهم هذه المعاجز تدل على أمري أولا صحة سفارتهم وصحة نيابتهم إذا لاحظوا الشيخ الصدوق أو الغيب للشيخ الطوسي ينقل جملة من المعاجز الله تبارك وتعالى كرمهم بهذه المعاجز دلالة على صدقهم في قولهم وإلا كان إغراء بالجهل النقطة الثانية المهمة التي أشار إليها شيخ الطائفة شيخ الطوسي على الله مقامه دور السفراء الأربعة قال صحة كلامي ثم أنقل عبارة شيخ الطوسي صحة إمامة من ناب عنه هذه نقطة مهمة من أدوار الأئمة سلام الله عليهم كانوا يظهرون المعاجز والخوار خصوصا للأئمة المتأخرين أبو هاشم الجعفر يقول ما دخلت على الإمام الهادي والحسن العسكري إلا رأيت دلالة وبرهانة كانوا يظهرون المعاجز في الغيب الصغرى كان إحدى الطرق لا بده أن تكون معاجز وخوارق دلالة على إمامة صاحب العصر والزمان وهو غائب من الذي قام بهذا الدور قام به السفراء الأربعة من خلال معاجزهم وخوارقهم تعبير الشيخ الطوسي قال وفي ثبوت وكالتهم وظهور المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من انتموا إلي دليل على إمامة صاحب العصر والزمان وهي طبعا نقطة أخرى البعض قد يتصور أن هؤلاء وكلاء في عداد باقي الوكلاء للأئمة لا هؤلاء حسابهم آخر هذه النقطة النقطة الثالثة خروج التوقيعات أي التوقيعات اللي همن المعاجز توقيعات صاحب العصر والزمان من المعاجز تشابه الخط خط الحسن العسكري سلام الله عليه ثم لما خرجت التوقيعات في الغيبة الصغرى كان كخط أبي ثم لما توفي عثمان بن سعيد والرواية عن أبي علي بن همام يقول وجدنا أن الخط نفس الخط هذا التشابه الخط هذه البرهة الزمنية كان دلالة واضحة اطمأن العلماء على أن هذا التوقيع توقيع صاحب الزمان ولذلك كثيرا ما كانوا يرسلون السؤال إلى النائب ويسألون عن النائب نفسه يسألون عن محمد بن عثمان ويخرج التوقيع في توثيقه ويطمئن السائل أي نقطة جدا مهمة اللي قام بها إمامنا صاحب العصر والزمان المحور الثالث إخبارهم عن تواجد الإمام أين هو الإمام؟ أين يعيش الإمام؟ الفرق بين الغيبة الناقصة والغيبة التامة هذا في الغيبة الناقصة تمهيدا الناس كانوا يعرفون أن الإمام غائب لكن كانوا يعرفون أن هناك أربع يرون الإمام على اتصال دائم بالإمام إذا عدهم سؤال يأتون بالأسئلة إلى الإمام ويخرجون الأجوب من الإمام بتوقيع من الإمام وبخط تعرف الشيعة من الإمام صاحب العصر والزمان أيها نقطة مهمة ولذلك أتخطر هذا المعنى في التوقيع اللي خرج في تعزية محمد بن عثمان العمري في تعزيته بوالده وفاة والده تعبير عجيب للإمام قال وأوحشك فراقه وأوحشنا أوحشك فراقه وأوحشنا يعني الإمام كان دائما يشوف هذا العبد الصالح عثمان بن سعيد أو كثير الروايات محمد بن عثمان كم رواية يجون يسئلون محمد بن عثمان أسألك هل رأيت الحجة؟ قال نعم آخر عهدي عند بيت الله الحرام يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني وهذه الرواية طبعا تحت هؤلاء السفراء الأربع أكوكلاء بالواسطة تعبير الشيخ الطوسي وكان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة بأمر وعناية وتمشية من صاحب زمن في مختلف البلدان مثلا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي هذا كان في الرأي توقيعات كثيرة من صاحب الزمان خرجت إليه يعني في منطقة رأي زين ارتباطهم بالإمام كان من خلال هذا محمد بن جعفر الأسدي طبعا هذا كان من مشايخ الكلين أيها نقطة مهمة من مشايخ الكلين شيخ الكلين الكثير من الروايات نقلها عن محمد بن جعفر الأسدي منهم القاسم بن العلاء القاسم بن العلاء هم أيضا كان وكيلا بالواسطة تعبير تخرج التوقيعات من السفراء إليه في أذرباجا والثاني هم أيضا كان من مشايخ الكلين في الكلين كان على ارتباط وثيق بالسفراء الأربعة وهكذا مثلا الحاجز الوشاء في الحجاز وفي مختلف البلدان هؤلاء الوكلاء بالواسطة الإمام سلام الله عليك ما اكتفى بذلك هناك كان علماء أو ثقات أو معتمدين أيضا كانت ترد عليهم التوقيعات بهذه الطرق عن السفراء الأربعة إليهم مثل أحمد بن إسحاق القمي مثل عبد الله بن جعفر الحمير مثل من كان على ارتباط بالإمام سلام الله عليه مثل أبي علي بن همام مثل أبي غالب الزراري ذول أبو غالب الزراري كان من أعيان ذلك في ذلك الزمان وآل زرار معروفين ذول كانوا على ارتباط مثل الصفواني الصفواني كان على ارتباط مع الإمام سلام الله عليه مع السفراء الأربعة وكانوا هؤلاء ينقلون دور الإمام إضافة إلى هذا مالد أطين في سامراء كانت دور على عاتق أهل بيته الجد كانت وصية الإمام سلام الله عليه وأيضا السيدة حكيمة سلام الله عليها تعبيرها إني لأراه صباحا ومساء ويخبرني عن أسئلته المحور الثاني وهذه نقطة مهمة فضح المنحرفين إمام سلام الله عليه دور آخر قام من خلال التوقعات الشريفة فضح المنحرفين منهم أذكر كم واحد عجالة وهذه نقطة مهمة أحمد بن هلال العبرتائي أحمد 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 كان عالم لحسب الظاهر لكن تعبير الإمام الصوفي المتصنع نقطة مهمة في أحمد بن هلال اعترف بسفارة السفير الأول وتوقف في الثاني ما أنكر الثاني ما قال أنا لا أؤمن بمحمد بن عثمان قال لا أنا أتوقف في ذلك تأمل تعبيرا ولا أتجاسر بمحظاركم قال إما أن أقطع أن محمد بن عثمان وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه أنا لم أقطع فقالوا قد سمعه غير قال أنتم وما سمعتم أكيد دليل مزيف دليل لأن عامة الطائفة العلماء قد سمعوا ذلك لا وجه للتشكيك ولذلك تعبير الشيخ الطوسي فلعنوه وتبرأوا من ثم خرج التوقيع من صاحب الزمان في لعنه والبراءة أي نقطة مهمة أولا من خلال هذا عظمة السفراء الأربعة اللي الطائفة الشيعية كانت تلعن من توقف في قبول قولهم مع تقيدهم مع زهدهم مع إيمانهم لكن كانت تلعن من توقف النقطة الثانية مو الدليل قام أتى بدليل شبح قلائي قال أنا لا أقطع أنت لمن تسعة وتسعين بالمئة من العلماء في اتجاه وأنت عالم واحد باتجاه آخر أكيد هذا العالم أمره مريب ولذلك نقطة مهمة كما أمرنا باتباع علمائنا أمرنا باتباع غالبية العلماء تمسكوا بالسنة التي كنتم عليها تمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين لكم معدوك النقطة على أرض على أرض الواقع بخلاف العامة العامة لهم وجود كان ينبغي للناس أن يقفوا بجنب علي أمير المؤمن سلام الله عليه ويدافع عن علي لكن خذلوا عليا صاروا كأمر واضح نحن صلنا مستضعفين لكن هؤلاء من خلال البحث يريدون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع والساح ولذلك لا نخالطهم النقطة الثالثة هم لا بأس به تحقيرهم تحقير مدعي البابية الحلاج اتصل بعلي بن بابويه القمي أرسل إليه كتابا شوفوا دأب هذا العالم الجليل لما وصل إليه الكتاب ما فتحه حتى لم يقرأه أبدا بل خرقه قبل أن يخرقه قبل أن يقرأه فقام إليه الحلاج فقال لم تقرأ كتابي فأشار ولم يتكلم معه فقال لغلامه يا غلام برجله وبقفاه بتحقير أخرجه هاي هم نقطة مهمة تحقير هؤلاء إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهر البراءة فيهم والوضيعة فيهم هاي نقطة مهمة والقدر المتيقن هؤلاء مدعي البابية والنيابية كذبا وجورا والحمد لله رب العالمين أحسنتم جناب الشيخ طيب الله أنفاسكم إذا كانت هناك مداخلة من الحضور الكرام نستمع إليها لا توجد مداخلة إذا مداخلة واحدة من قبل جناب الشيخ مع ذكر اسمه المبارك ليتعرف إليه الحضور خالد غفوري الحسني جزاكم الله وخير على الجزاء بحث حافل بالإفادات والمطالب النافعة بالنسبة إلى توجيهات التوجيهات الاجتماعية هذه المفردات الواردة في الأنوان لها مدلول هل أنكم تقصدون هذه المفردات الواردة التوجيهات التوجيهات الاجتماعية وليست ظاهرا يعني مقصود في دائرة المجتمع وليس في الدائرة الاعتقادية أو غير ذلك فهل هذا مقصود لكم هل المقصود بالتوجيهات الاجتماعية فقط في زمن الغيبة الصغرى أو لا على ممتدة في عمود الزمان فعندنا بعض التوجيهات تعتبر توجيهات ذهبية مثلا إرجاع وربط المجتمع والأمة بالمرجعية وبالفقهاء هذا توجيه هذا توجيه ذهبي وأساسي وممتد إلى قيام الساعة أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هذا التوجيه توجيه اجتماعي للأمة من الناحية العملية ترتبط ارتباطا وثيقا بقادتها وبفقهائها وشكرا أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء باعتبار العنوان أحسنتم التوجيهات الاجتماعية عدة محاور كانت فأنا اخترت هذا العنوان يعني من جملة المحاور ربط الناس بالعلماء مثل ما تفضلتم ولنسمهم السفراء الأربعة ثم الوكلاء بالواسطة ثم العلماء والثقات في مختلف البلدان هذا هم قسم من التوجيهات الاجتماعية ومن خلال التوقيعات التي كانت تخرج على أيديهم وكذا فضح المنحرفين باعتبار أن الكلام كان في الغيبة الصغرى بالتحديد وهذا أحد العناوين التي أرسلت فأنا اختارت هذا المحن وإلا الكلام معكم الباحث الشيخ منتظر الواعظ جزيل الشكر على هذه الورقة البحثية الموسومة بالتوجيهات الاجتماعية في توقيعات الإمام الحج شكرا جزيلا لكم إذا كانت الأرض لا تخلو من حجة يعرف بها الحق من الباطل والحلال من الحرام ويحفظ بها الدين إذا كانت الأرض لا تخلو من حجة يعرف بها الحق من الباطل والحلال من الحرام ويحفظ بها الدين وتكون واسطة الفيض فهل هذا يتناسب مع غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا ما سنجده في ختام هذه الجلسة البحثية في ورقة سماحة الشيخ مهند العقابي الموسومة بعدم خلو الأرض من حجة في ضوء توقيعي الإمام لابني غانم ومهزيار فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد الشيخ مهند غازي العقابي من العراق استاذ وباحث ومحقق في الحوزة العلمية في النجف الأشرف حاصل على شهادة البكاليوروس في إدارة الأعمال عمل مدير تحرير مجلة مخطوطات التي تصدر عن العتبة العلوية المقدسة لست سنوات كما ترأس شعبة التراثي في قسم شؤون الفكري والثقافية في العتبة العلوية لأكثر من ست سنوات له أعمال عديدة بين تحقيق وتأليف من تحقيقاته كتاب النقد السديد على شرح الشخشقية العلوية لابن أبي الحديد للشيخ محسن الشيخ حسن آل كريم البزوني كتاب شرح نهج البلاغة لابن العتائقي كتاب اللمعة الجوينية لابن كمونة وطبع له عدة كتب منها الحمزة بن عبد المطلب ومعركة الجمل وواقعة الحرة وغيرها فليتفضل مشكورا بإلقاء بحثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أنوان البحث عدم خلو الأرض من حجة في ضوء توقيعي الإمام لابني غانم ومهزيار واقعا من مشاكل طبعا أنا الأخوة كثير من الأمور طواها جزاهم الله خير ومن المشاكل المهمة على أنه هل وجود هناك وجود معصوم وحجة على مدى العصور أو لا منذ خلق الله آدم سلام الله عليه إلى يوم القيامة هل هناك حجة مستمرة أو لا وفي الحقيقة بتوقيعي الإمام لابني غانم ومهزيار جواب عن هذه المسألة البحث فيه مطلبان الأول بيان الأمور والمفاهيم المتعلقة بالبحث على سبيل الإختصار كالغيبتين الصغرى والكبرى وأسبابهما ومفهوم التوقيع والفرق بين التوقيع وبين المكاتبة وكذلك ما هو وما يقصد بمصطلح الناحية المقدسة وأهم المواضيع التي طرحت في هذه التوقيعات المباركة والمطلب الثاني ذكر التوقيعين الشريفين ومحل الشاهد وكذلك الاستدلال بالأدلة الأربعة على عدم خلو الأرض من حجه أما بالنسبة إلى المطلب الأول وفيه ذكر الغيبة الصغرى والكبرى والفرق بينهما وقد أوسعوا الأخوة السابقين يعني البحث جزاهم الله خير وبالنسبة إلى قضية التوقيع قضية التوقيع وهو الفرق بين التوقيع والمكاتبة التوقيع لغتان يذكر الفراهيد ويقول والتوقيع في الكتاب إلحاق شيء فيه وقال ابن فارس التوقيع ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه وذكر الأزهري توقيع الكادف في الكتاب المكتوب أن يجعل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول وهو مأخوذ من توقيع الدبر ظهر البعير فكأنما هو ما ألحقه بالكتاب لغة في آخره هذا التوقيع المعروف اليوم عندنا المشهور على أنه عندما نكتب كتاب أو فتقضية معينة ثم نشير بعلامة معينة بإسم أو بخط أو بما شالك فهذا التوقيع لغتان أما بالنسبة إلى الإصطلاح هذا الإصطلاح طبعا المعروف على أنه نفس المضمون ما ورده في لفظ التوقيع بالنسبة لإمام سلام الله عليه والتوقيعات المقدسة وردت ليس بهذا المعنى وإنما بأكثر من هذا المعنى فمما ورد وهو التوقيع الأخير للإمام سلام الله عليه لشيخ علي بن محمد السمري قال الراوي وهو محمد بن الحسن بن أحمد قال حضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام قال فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده هذا المقدار يشير إلى أنه ليس هذا التوقيع المقصود اليوم وإنما هذه الكلمات للإمام سلام الله عليه وهذا الجملة كلها هي تعتبر توقيع فلذلك قال نسخنا نسخنا التوقيع وخرجنا من عنده وكذلك فأخرج إلى الناس توقيعه نسخته هو أيضا قرين على أنه ليس هذا التوقيع الاصطلاحي وكذلك ما ورد عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه أن يوصلني كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه أرشدك الله فعبر بهذه العبارة التوقيع فإذن المقصود بالتوقيع المشار إليه هو ليس هذا التوقيع الاصطلاحي الذي نفعله ويفعله عادة الكثير مننا وإنما يقصد به جملة كلام الإمام سلام الله عليه يعتبر هذا توقيع أما الفرق بين التوقيع وبين المكاتبة المكاتبة هي مفاعلة تكون بين اثنين عادة شخص يكتب لآخر والآخر يجيب عنه بينما التوقيع نرى لا أحيانا تكون بصيغة المكاتبة مثل رواية السابقة على أنه سألته عن أشياء فأجاب أو خرج التوقيع بكذا وأحيانا للإمام سلام الله عليه يبادر في بيان بعض الأمور من عنده ولا يرد عليه جواب أو سؤال أو ما شاكل فحسب الظاهر على أن التوقيع أعم من المكاتبة أما بالنسبة إلى مصطلح الناحية المقدسة فقد ورد فيها معنيان بعضهم ذكر على أنها يراد من الناحية المقدسة طبعا الناحية الجهة لغتان بعضهم قال على أنه يقصد بها مدينة سامر ولذلك عبر الشيخ حسين النوري رحمة الله عليه بأكثر من مرة في مستدرك الوسائل بعبارة في الناحية المقدسة سر من رآ فكأنما أشار إلى المدينة ولكن المشهور والمعروف على أنه هي تشير إلى الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه لذلك يقول أو ما روي عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وفي هذا التوقيع وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا الإمام جاوب وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها أو كذا فعبارة ناحيتنا تشير إلى الإمام سلام الله عليه أما أهم المواضيع في التوقيعات المقدسة فبيان العقيدة الحقة والإجابة عن المسائل الشرعية وإعطاء دور بارز العلماء والفقهاء والتوجيهات الأخلاقية وبيان حال بعض الشخصيات المهمة سواء كانت سلبا أو إيجابا والتعريف ببعض الأدعية والزيارات وإدارة أمور الشيعة وتعين الغيبة الكبرى وتعين السفراء والوكلة وما شاكل ذلك الكثير الكثير الذي اهتم به الإمام سلام الله عليه نأتي إلى المطلب الثاني وهو التوقيع لابني غانم ومهزيار وكذلك الأدلة على عدم خلو الأرض من حجه أما التوقيع الأول وهو رواه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بسنده عن عبارة الشيخ الموثوق به بمدينة السلام ويقصد به أبو عمر العمري سفير الإمام سلام الله عليه كما صرح بهذا الاسم الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه الاحتجاج ويذكر فالقضية كانت بين الشيعة كما تفضل السيد ذكر هذه الرواية وأنه كانت هناك شك بين الشيعة وأن هناك إمام أو لا بعد الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن العسكري فخرج هذا التوقيع المقدس بسم الله الرحمن الرحيم عافان الله وإياكم من الضرارة والفتن وهو بنا لكم لنا ولكم روح اليقين وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمورهم فغمنا ذلك لكم لاننا وساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عننا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا طبعا اذكر العلام المجلسي رحمة الله عليه بالبحار الصنيع قال من تصنعه وتختاره لنفسك يا أيها يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون أو ما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي العمر منكم أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في عمتكم عن الماضين والباقين منهم عليهم السلام طبعا عبارة الماضين منهم أيها أبقرين على من مضى والباقين منهم فيقصد عن نفسه سلام الله عليه أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقلة أون إليها وعلى من تهتدون بها من لد آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي عليه السلام كلما غاب علم بدى علم وإن أفل نجم طلع نجم هذا استمرارية للرواية وتشير ما ريد أذكرها لأنه الوقت لعله يعني وكذلك رواية بن مهزيار أنه ورد العراق شاكا مرتابا فخرج إليه من الإمام سلام الله عليه قل للمهزيار قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم أما سمعتم قوله حز وجل ويستشد بنفس الآية هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هذا أمر فالأمر الإمام سلام الله عليه يشير إلى أولي الآمر فالأمر كيف يكون إلا إلى يوم القيامة وكيف عدم يعني إذا لم يجد هناك مصداق لأولي الآمر فكيف ينفذ هذا الأمر أولم تروا أن الله عز وجل جعل لكم معاقلة تأون إليها وكذلك يذكر أنه هناك حجج من آدم سلام الله عليه إلى قيام الساعة أما الأدلة على عدم خلو الأرض فهناك آيات وهناك روايات وهناك ديليل عقلي وهناك إجماع أما الروايات فمنها حديث الثقلين وهذه هي طبعا رواية معروفة سنية وشيعية على أنه هناك استمرار للقرآن واستمرار للعترة وأنه ملي يفترق حتى يرد علي الحوض وكذلك الرواية المعروفة من الجانبين أنه من لم تكن له بيعة أو لم يكن تكن له في عنقه بيعة لإمام فقد مات ميتة جاهلية وهذا تدل على اليمن أيضا على الاستمرار بالنسبة إلى الروايات أما بالنسبة للآيات العفو قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومنها قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وهذا بالنسبة إلى الآيات والروايات أما بالنسبة للدليل العقلي فهناك قاعدة اللطف وكل من استدل بهذه القاعدة في النبوة كذلك يستدل عليها في الإمامة وكذلك هناك ممكن أن يستل من بعض الروايات أهل البيت سلام الله عليهم والآيات يستفاد منها دليل عقلي من أنه الحكمة من بحث الأنبياء لأنه هادين مبشرين ومنذرين ممكن أنه الدليل للعقل يقول على أنه لابد أن يكون هناك هاد مبشر نذير في كل عصر أما الإجماع فقد أجمع الطائف الحق على وجود إمام في كل عصر وزمان وهناك الكثير من آراء العلماء أنا ما أقدر أنه أطير عليكم سيدنا معذرة الله بارك بكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد أحسنتم جناب الشيخ طيب الله أنفاسكم الحضور الكرام إذا كانت هناك مداخلة نستمع إلى تلك الجهة جناب الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله السلام السؤال يعني ملخص من يتحمل للشيخ العقابي من يتحمل مسؤولية الناس في إتباع الإمام في عصر الغيبة فقهاء الدكتور هلال من النجف آخر توقيع للإمام سلام الله عليه وذكره سماحة الأخوة الفضلاء والعلماء قبلي على أنه يشير الإمام سلام الله عليه على أن الفقهاء هم من يتبنى هذه القضية بعد الإمام سلام الله عليه أحسنتم طيب الله أنفاسكم جناب الشيخ مداخلة أخيرة لجناب الشيخ نستمع إليها وبذلك نختم المداخلات بسم الله الرحمن الرحيم خالد غفوري الحسني شكرا لكم شيخنا الفاضل ما تفضلتم به بالنسبة إلى ملحوظتي هي أن هناك تصوير صوره المباحثون وهو غير مقصود لكن المتلقي تحصل له مثل هذه التصورات كأنه عند الغيب صارت هناك فوضى بين الشيعة والمجتمع الشيعي في حين الأمر ليس كذلك هناك من شكك من مراض النفوس هناك بعض الشذات أما الحالة العامة عند الشيعة هم يعرفون أن عندهم إمام سوف يغيب هذا الإمام هناك تمهيدات وخصوصا ونحن نعترف ونعتقد بأن الأئمة هم أعلام الهدى والعلم لا يخطى رؤيته على أحد وأنهم الشموس الطالعة وأنهم الأقمار المنيرة فالتعبير بالحيرة وأمثال هذه التعابير قد توحي بأنه حدثت هناك فوضى عجيبة رهيبة بين الشيعة والأمر ليس كذلك أحسنتم جنوب الشيخ الله يحفظكم إن شاء الله بالنسبة للفظ الحيرة هو ورد في التوقيع المقدس الإمام سلام الله عليه وعلى أنه إحنا مو فقط وفقط يعني كانت بعد الإمام سلام الله عليه صاحب الأمر وأنما نحن نعلم على أنه كل إمام معصوم عندما يستشهد تكون هناك اختلاف بين الشيعة ولذلك أصبحت فرق كثيرة لدينا من الشيعة ليس فقط وفقط الإمام سلام الله عليه على أنه أيضا إحنا الكم الهائل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري لدينا كثير من الروايات تشير إلى وجود إمام حجة غائب سواء روايات سنية أو روايات شيعية لكنه على كل حال وقع الاختلاف ووقعت الحيرة أحسنتم جناب الشيخ أحسنتم طيب الله أنفاسكم شيخنا الكريم وجزيل الشكر والإمتنان لكم على هذه الورقة البحثية المباركة في ختام هذه الجلسة البحثية العلمية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى السيد الأمين العام السيد مصطفى الضياء الدين وإلى الباحثين الكرام والسادة الحضور على حسن إصغائهم ومداخلاتهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وافر الشكر مقرون بجميل الثناء وعظيم الامتنان إلى سيد رئيس الجلسة البحثية جناب الدكتور سيد عبد الحكيم الصافي وإلى مقرر الجلسة جناب الدكتور علي حبيب العيداني وإلى سادة الباحثين الذين أفادون بمعلوماتهم القيمة فشكرا لهم كثيرا نعم أيها الأحبة الأكارم هنحن وإياكم مع تكريم الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر ونستقبل لتكريمهم السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد تكريم تكريم إلى سماحة الشيخ محمد موسى حيدر العاملي فليتفضل المشكورة شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة السيد أحمد زيد الموسوي فليتفضل المشكورة شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة السيد محمد قاسم الحبوبي فليتفضل المشكورة شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة الشيخ بشار آل حلو الشمري فليتفضل المشكورة شكرا للسيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة على هذه المشاركة الطيبة لاستكمال فقرة التكريم نستقبل عضو مجلس الإدارة سماحة السيد ليث الموسوي حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة الشيخ منتظر الواعظ الخراساني فليتفضل المشكورة شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة الشيخ سلام الناصري فليتفضل المشكورة شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة السيد إبراهيم الشريفي شكرا لعضو مجلس الإدارة سماحة السيد ليث الموسوي على هذه المشاركة الطيبة لاستكمال فقرة التكريم نستقبل عضو مجلس الإدارة الحاج كاظم عبادة فليتفضل المشكورة تكريم إلى فضيلة الشيخ ضياء الكربلائي تكريم إلى فضيلة الشيخ مهند العقابي دام عزه فليتفضل المشكورة شكرا لعضو مجلس الإدارة على هذه المشاركة الطيبة نعم أيها الأفاضل وصلنا إلى ختام مؤتمر الإمام الحج الدولي الثاني هذه دعوة لكم جميعا بالتوجه إلى مضيف أبو الفضل عباسي سلام الله عليه كما وندعوكم لحضور فعاليات حفل ختام مؤتمر أسبوع الإمام الدولي الثاني في هذه القاعة في تمام الساعة الرابعة عصرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر